ايها الاحراء العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبدئيا كده خلينا نقول كلنا بصوت عالي مبروك للسعودية فوز بطولي بهدفين مقابل هدف على ارجنتين ميسي الحقيقة بتتصدر كده السعودية مجموعتها دي الحقيقة مفاجأة ازهلتنا جميعا وفرحتنا بجد بجد المنتخب السعودي يقدم مباراة ولا اروع وفاز ولأول مرة في تاريخ العرب كده نتفرج على ماتش قتالي استطاع فيه الفريق السعودي انه يقدم كرة وقتال ويقدم مستوى حلو جدا ويفوز على ارجنتين ميسي دي ما كانتش المفاجأة الوحيدة في النسخة دي من مونديال كاس العالم في قطر اللي الظاهر فعلا زي ما كل الجرائد والمحلين الرياضين قالوا عنه انها النسخة الاكتر جدلا في تاريخ كرة القدم في كل تفاصيلها من تكلفة اللي تعدت او تقريبا متين مليار دولار في افتتاح جميل مبهر والهجوم عليها وايضا على فكرة التقنيات اللي بتستخدم فيها سواء من الكاميرا اللي بيسموها السكاي كام او التقنية الجديدة لضبط الوف سايد في تقنيات حصلت في البطولة دي ما حصلتش قبل كده البطولة دي رغم كل حاجة ورغم كل اللي انا قلته ده نقدر نقول الف مبروك لقطر قطر اللي رفعت رأس العرب ونظمت حفل من نسخة النسخة دي هي الاجمل والاحلى من كاس العالم حتى الان سواء من البنية التحتية للتنظيم للإدارة للتمسك بالهوية العربية حاجات كتير جدا الحقيقة نقدر نتكلم فيها عن نجاح قطر ممكن نلخصه شوية وناخد لقطات من افتتاح كاس العالم اللي بنعتبره هو خلاصة جهد 12 سنة من الجهد والتعب والعمل والتخطيط عشان كده الحقيقة من حق قطر ان العالم يعتذر لها على التشكيك والهجوم عليها بعد إنجازها كأول دولة عربية وأول دولة في المنطقة دي تنظم هذا الحدث الكبير ده اللي قاله فيديو الكابتن محمد أبو تريكا في الفيديو ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد بيحس بفقر ان العالم افتكرنا خلاص من سنة 1930 بقى فيه هناك دولة عربية إسلامية عشان كده أنا حابب بقى أبدأ الاستيد افتاعنا باية قرآنية يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرامكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أعرفونا وحكموا علينا كويس بلد عربي إسلامي بينظم حدث كبير عالمي اللي هيعرف قطر ويزور قطر هيقع في حد بقطر كاكا بقى له ثلاثة أربعة أيام اللابس عناب فشكرا لقطر والعالم مدين باعتزار لقطر وقطر إن شاء الله ستبهر العالم وسوف نفتخر بها كعرب وكمسلمين إن دولة عربية إسلامية تعتز بالهوية بتاعتها وبتقاليدها وبقوانينها وإمتى تقول يمنعه؟ وإمتى تقول خلاصك يا عافى الله عن مسلا لكن الحقيقة رغم كل النجاح ده لا زال واضح إن فيه ترابس من الغرب تحديدا لقطر مش لقطر في حد ذات قطر ولكن لحسابات تانية خارج إطار كرة القدم الترابس ده واضح جدا جدا من الغرب ومن بعد من يطلقوا على نفسهم مسقفين في العالم العربي والإسلامي الترابس في الغرب واضح لأنهم بينظروا للعرب والمسلمين وبلاد الشرق بنظرة استعلائية لخصها واحد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قبل كده لما قال أوروبا حديقة وبقية العالم غابة الراجل ده جوزيب ده اللي قال الكلام ده في الاتحاد الأوروبي النظرة الاستعلائية دي ما هيش جديدة هي من أيام الاستعمار الأوروبي اللي شاف أن العالم العربي أبارة عن عالم متخلف النظرة اللي قالها جوزيب دي هي النظرة اللي قالها دونالد رامسفيلد في حرب الخليج لما قال من المستحيل أن نطلق صاروخ أمريكي تمنه مش عارف مئة ألف دولار على مجموعة من الخرائب والصحاري هو أطلق على الوطن العربي وتحديدا منطقة الخليج أنها منطقة ملئة بالخرائب والخياب بالطريقة دي الغرب بيشوف باقي العالم عشان كده استكتروا إزاي بلد عربي صغير ينظم حدث علامي زي ده وده اللي قاله على فكرة بلاتر الرئيس السابق للاتحاد لكرة القدم الدولي اللي قال كان إسناد البطولة لقطر غلطة الكلام ده ما قالوش سنادي طبعا لكن قاله من سنة تقريبا قال كان خطأ مع أنه إسناد البطولة كان تصويت يا كانش بقرار يعني مش قرار فردي وسواء كنت بتحب كرة أو لا فالموضوع أكبر من مجرد 22 لعب بيجروا ولا كرة الموضوع كانت حملة منظمة من الغرب ومن بعض المثقفين العرب على قطر خليني نشوف الغرب من أول عنوين الصحف لحد تناول الأخبار عن النسخة الأكتر جدلا في تاريخ كرة القدم نشوف كده الأخبار الأجنبية بتنتقد قطر هذه البي بي سي الدورة الأكثر جدلا والانتقادات في تاريخ البطولة أكتر دورة كانت فيها انتقادات وجدل وهي الأكتر على مر التاريخ لم تحدث أن دورة في كاس العالم صاحبت أو صاحبها كل هذه الانتقادات ده البي بي سي نشوف كده الانتقادات حتى المقالات اللي جوه أمير قطر يفتتح الدوتش فيلا الأكثر إصارة للجدل بتاريخ البطولة ده في الدوتش فيلا أما في الميل كأس العالم قطر تنحدر إلى مهزلة في يومها الأول يترك المتفرجون أو يترك مقاعد فارغة في الملعب خلال مبرات الدور الأول بعد أن استضاف مورجان فريمن حفل الافتتاح وسط غضب من البطولة الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق الغريبة أن كاتب المقال ده واحد من أشهر منقاد الرياضيين في العالم الغريبة في المقال ده أنه مقال لا يوصف إلا بأنه استفزازي وقع عارف ليه؟ لأنه في بداية المقال بيقول بالنص كده في بدايته أنه حجزوا التكت كانوا حوالي عشر تلاف واحد بينما سعت المدرجات ست تلاف وحاجة وهناك آلاف لم تجد مكان لها ده في نص المقال إنما في بداية المقال بيقول كان الأستاذ فارغ ما كانش فيه ما كانش في الملعب في حد والناس كلها شافت الأستاذ اللي بيقول عليه فارغ هو نفسه اللي قال في أول المقال أن الأستاذ كان فارغ جوه المقال بيكلم على أنه لم يستطع ناس كتيرة جدا أنها تدخل الملعب بسبب أن الملعب امتلأ هو نفس الكاتب اسمه مات ستيلر تقريبا ده جزء من الحقد الأسود اتفرج كمان على تغطية رويترز بين قطر ودبي شوف إزاي بيتم تسليط الضوء وتضخيم المشكلات وتغييب أي جوانب إيجابية لكن في دبي العكس تماما نشوف كده أدي الرويترز فوضى نوفمبر في مهرجان المشجعين قبل افتتاح كأس العالم بص ده يتكلم على دلوقتي قطر من ناحية الثاني بقى في دبي عشاك كرة القدم يستمتعون بكأس العالم من مسافة بعيدة في مهرجان دبي آه بالمناسبة يا علي ما قلت لكش إن الأمير محمد بن زايد آه سوري رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد ما حضرش البطولة وفي نفس الوقت ده كان بيكتب تويتات عن حاجات تانية في نفس الافتتاح لكن شوف رويترز هنا بتتكلم عن فوضى وما حصلش فوضى في قطر بينما في دبي بتتكلم على يستمتعون ده لدرجة إن فرنسا 24 عملت تقرير كامل تكلمت فيه عن مساوء تنظيم كرة القدم في قطر عارف هي إيه؟ عارف هي إيه؟ إنه ده هينتج عنه حوالي 3 مليون طن ساني أكسيد كربون بالأرقام مونديال قطر الأعلى تكلفة في تاريخ نهاية كاس العالم خش بقى جوه في التفاصيل هيقولك بقى في التفاصيل إن من ضمن المساوء بتاع الدورة دي إنه هينتج 3.5 مليون طن تقريبا تتسبب في إنتاج ما يصل إلى 300.000 طن من ثاني أكسيد الكربون وفقا لتقرير صدر يعني يعني بجد يعني وإن فيه 6.500 عامل ماتوا خلال 12 سنة تخيل فرنسا البعشرين بتقولني من مساوء الدورة دي إنها هتنتج 3.600.000 طن ساني أكسيد كربون وإن فيه 6.500 عامل ماتوا أثناء العمل ولما تخش جوه جبتوا الرقم ده منين هيقولك جبناها من الدول اللي مات العمال بتاعها اللي هم نيبال والدول بتاعة شرق أسيا يا راجل يعني ما عندهمش الرقم فراحوا البلاد جمعوا من نيبال وسريلانكا والفلبين جمعوا أرقام وصلت ل 6.500 عامل وطلعوا لأنه ديفيد بيكهم اتعين سفير لكاس العالم في الدورة دي فطلعوا يهجموا ديفيد بيكهم ويتهموا بأنه خد رشوة عشان يروح قطر أو يروح الدوحة فعملوا عليه برنامج ساخر أنه أخد رشوة فطلع ممثل بريطاني وهو بيمزق أو بيقطع 10.000 جنيه سترليني بسبب دور بيكهم كسافير لكاس العالم نشوف الفيديو ده كده ممثل بريطاني يمزق 10.000 جنيه سترليني بسبب دور بيكهم كسافير لمونديال قطر في المرنامج كوميدي يعني مش بس كده ده مورجان فريمن الممثل اللي بيوصف في هوليوت بأنه الوقور حتى مورجان فريمن بتاريخه الطويل ده لمجرد أنه اشترك في حفل فتاح اتعملت عليه حملة دي لمجرد بس أن مورجان فريمن اشترك بل أنه وصف أيضا بأنه تم استمالته وشراءه خانشوفه حد كتب البوست ده رمزي عبدالعزيز بيقول تكملة لمنشور السابق عايزين تعرفوا قطر نجحت لحد فين اتفرجوا على منشتات ومقالات وبرامج الصحافة العالمية النهاردة وهي بتجلد الفنان العالمي مورجان فريمن على ظهوره لدقائق معدودة في افتتاح كاس العالم 22 لم يشفع تاريخه ولا الجواز اللي حصل عليها من تهييج وإثارة الرأي العام ضده وإبراز الغضب العالم والرفض التام والإحباط وخيبة الأمل من قبل متابعيه ومحبيه لظهوره يتحاور مع شاب عربي مسلم لدقيقتين على خشبة المسرح حملة التشويه ويخليك تستشعر أن العالم كله كرهه وخرجت كلها في نفس التوقيت ونفس الهدف اتفرجوا أشهر جرائد العالم الغربي بتحشد الرأي العام تجاه شخصية بثقل مورجان فريمن لكنه غرد خارج الماتريكس فلابد أنه يتعاقب هيخلوا الرجل يعلن إسلامه عندا فيهم وراح جايب الصورة بتاعة منشطات الجرائد وهي بتهاجم مورجان فريمن لمجرد أنه قرر أنه يشترك في كأس العالم في الدوحة في الدوحة مورجان فريمن الممثل اللي بيوصف بأنه وقور لكن يعني كده ديفيد بيكهام على مورجان فريمن أي حد هيشارك الدوحة في الحكاية دي فاحنا كده هتحط فيه الأعداء وهتعمل عليه حملات لكن الهجوم ما كانش عشوائي بالعكس كان هجوم منظم ومعتمد على محورين أو على عدة محاور أول محور عشان يطلعوا أن الموضوع فيه يعني ضد الإنسانية هو محور أجذوبة وفاة آلاف العمال في بناء الاستاذات والكلام عن 6500 عامل من سريلانكا ونيبال ماتوا في أثناء إنشاء الاستاذات وده غير الإضرار بالبيئة نشوف كده أهو كأس العالم كيف تعامل قطر العمالة الوافدة وجايبين الصورة شايف الصورة إنهم بيأكلوا أي كلام وكأن العمالة في الغرب ما شاء الله يعني فرنس بريس كامل اتكلمت عن العمال وقالت مونديال قطر 70 ساعة عمل في الأسبوع دون استراحة ولول يوم واحد ده فرنسا المعشرين وبرضو جايبين صورة للعمال في أردأ ظروف برضو دوتش فيلا اتكلموا عن العمال تحقيق كم عدد ملقوا حدفهم في منشآت قطر لكنها وسعت بالعدد خليته وصل ل 15 ألف مش 6500 ده وصل ل 15 ألف يلا بقى مهزيتة يعني ما احنا بنزيد بقى قالت لك وصلوا ل 15 ألف تماموا وانتوا كنتوا كاتبينهم وانهم 6500 رغم ان عدد العمال اللي ماتوا رسميا بلسان رئيس الفيفا اللي هو التحديد الدولي لكرة القدم اللي علق على تقرير وفاة عمال أجانب أثناء بناء الملاعب في كأس العالم في الدوحة أو في قطر الرجل قال أرقام تاني أهو تلاتة رئيس فيفا يعلق على تقرير أجانب أثناء قال تلاتة اطلع بقى بالتفاصيل يا ريت لو عندك تفاصيل ده رئيس تحديد الدولي لكرة القدم هم بقى ما بين الأرقام قالك 6500 وبعدين ناس تانية أو جورنال تانية قالك 15 ألف اهو اللي هي جياني ده وقال انه على ظروف العمال الأجانبية اللي يعملون في البناء ملاعب كأس العالم وقال وعندما تلاتة وأضاف أنه تلات أشخاص لك وحد فهم في أعمال البناء يا حضرات دي أول حاجة لكن ليه ايه السبب ايه السبب الحقيقي اللي خلى العالم الغربي هاي كده على قطر مش بس كده انه اللي خليهم يجيبوا سيرة العمال و 15 ألف ماتوا و 6500 مش بس عشان هم عرب وعشان دول في الآخر خيام وصحراء ومتخلفين باعتبر انهم عرب لكن فيه سبب تاني الخمرة الخمرة أو منع الكحول في محيط الملاعب الحكاية دي قلبة الدنيا ده كان المحور الأساسي للهجوم على قطر بسبب خمرة ومنعها في الملاعب وفي محيط الملاعب زي ما قالت سي ان ان والستريت جورنال قرار حظر الخمور صدر من الأسرة القطرية الحاكمة قبل 24 ساعة من أو قبل 48 ساعة من بداية الكأس أو بداية الدورة قررت قطر انها تمنع الخمور تماما داخل الملاعب وفي المحيط بتاع الملاعب ده وصل المرحلة إلى ان الدنيا قامت ما عادتش خاصة في انجلترا سي اني بتقول ان جمعية مشجعي كرة القدم طالبت الكافهات والبلديات في العالم انهم يزيعوا منشات كاس العالم في الشاشات الكبيرة بسبب منع الكحول اول رد فعلي من جمعية مشجعي كرة القدم حول منع بيع الكحولات أو الكحليات في كاس العالم انهم طلبوا في التفاصيل اكتر طلبوا كل الكافهات في العالم وكل المدن في العالم ما تعملوش شاشات تظهروا بعض المشجعين يحبون شرب البيرة في المباريات والبعض لا يحب زيلك المشكلة الحقية في تحول لحظات الأخيرة والذي يظهر وجود مشكل أكبر وهي نتيجة قصور طلبوا كل البلديات وكل المدن ما تعملوش شاشات مفتوحة ولا تزيعوا مباريات كاس العالم اعتراضا من رابطة مشجعين العالم وتجار البيرة في العالم وأكبر شركات الكحليات على قرار منع البيرة في الملاعب وحوالين الملاعب رغم أن المنصفين من الغرب اعتبروا القرار عادي لدولة مسلمة من حقها تتمسك بتقاليدها وعلى العالم أنه يحترم ده ده اللي قاله إيريك إيريك دير تقريبا واحد من هو ده هو واحد من الفريق الإنجليزي اللي قال يا جماعة خلاص أنت تقدر تستمتع بدون مشروبات ده اطلع بالتفاصيل هتلاقيه اسمه إيريك دير تقريبا هذا اللاعب اللي طلع قال سألوه في مؤتمر يعني هنعمل ايه من غير بيرة فالله يا جماعة أنت تقدر تستمتعه من غير بيرة أما رئيسة اتحال الدولي الكرة القدم فاتكلم على حكاية منع البيرة وقال الضجة حوالي قرار قطر بمنع المشروبات الكحلية لأنها دولة مسلمة هو ده بقى نبدأ من هنا من هنا نعرف هم الثلاث محاور للهجوم على قطر المحور الأول لأنها دولة غابة زي باقي الدول العربية دول غابات متخلفين ينظموا ليه كاس العالم المحور الثاني هو اللي هقولك عليه بقى اللي قلتلك عليه قصدي دلوقتي اللي هو منع الخمرة منع الخمور منع البيرة ليه؟ احنا من حقنا نشرب بيرة ثم البيرة دي لها مافيا شركات البيرة كبيرة في العالم عندها مافيا لا ما هو العمال مش محور العمال تركيكة المحور حضرت السادة ببساطة شديدة جداً أنا هنا بلخص لكم ازدواج المعايير أولاً النظرة العرب النظرة الدونية النظرة الاستعمارية النظرة اللي بتلخص إنه هستظل الشرق شرق والغرب غرب وهيهاته أن يلتقيان ده اللي قاله أحد الشعراء الإنجليز ربما في القرن الثمنتاشر أو القرن الثمنتاشر يبدو إن النظرة دي حتى الآن ما زالت موجودة وده اللي تقال على مصر بالمناسبة إن المصريين مش مستعدين لإنهم يحكموا نفسهم أو للديمقراطية النظرة دي نظرة غربية سابتة من عصور النبلاء والاحتلال ولما جات قطر تمنع الخمور أو البيرة في محيط الملاعب والملاعب ولما منعت قطر إشارات مجتمع الميم بدأت هنا الغرب يطلعوا لهم قصة بقى وفاة العمال وستلاف وخمسمائة عامل توفى قتلوا أثناء بناء الاستديهات مش بس كده ده قال لهم ده كمان أنتوا هتنتجوا تلاتة مليون وستمائة ألف طن ساني أكسيدي كربون وهتضمروا الكرة الأرضية مصانعهم اللي بتدمر الكرة الأرضية واللي رفعت درجة حرارة الأرض زيادة درجتين تقريبا ونص فشلهم في قمة المناخ وإنهم مش عايزين يعوضوا الدول الأكثر فقرا اللي هم دمروها وسرقوا الحقيقة خيرتها جايين يتاهم قطر بإنها هتنتج خلال هذا الشهر ما يعادل تقريبا ثلاثة مليون وستمائة ألف طن ساني أكسيدي كربون وده هيقضي على الحياة البرية حكاية ملخصها نفاق غربي وازدواجية معايير واستنكار على قطر أو أي دولة عربية النجاح خلال نشوف مزيع أمريكي مصري بيقوله اهو منديال قطر يكشف ازدواجية المعايير لدى الغرب ده اللي قاله مزيع أمريكي من أصل مصري عن علق المزيع من أصول مصرية أيمن محي الدين على الهجمة الغربية ضد اصدافة قطر لمونديال كاس العالم وتساءل محي الدين في مقال ام اس ان بي سي هل فعلا يتعلق الأمر بحقوق الإنسان أم أن المعلقين الغربيين لا يحتملون فكرة أن بلدا عربيا في الشرق الأوسط سوف يستضيف كاس العالم وقال إلا أن ما جرى خلال السنوات الماضية وما لابث أن تكثف خلال الشهور الأخيرة التي سبقت انطلاق كاس العالم يوم الأحد يكشف عن عمق التحيز وازدواجية المعايير في السلوك الغربي أيضا الإيكونوميست علقت على القصة دي وقالت غالبية الساختين على قطر لا يحبون المسلمون خلي بقى التنويرين العرب اللي يقعد يقول لك العربة دي أجزوبة والإسلام والغرب مش بيكرعنا أهو الإيكونوميست مش إحنا قال قال المجلة في تقيرتها الجامعة وعرب 21 أن المهاجمين لقطر يدعون أنه كثيرا ما يتعرض العمال المهاجرون فيها لمعاملة سيئة الغاية والحرية الجنسية أقل بكثير مما علي في الدول الغربية وقطر ليست ديمقراطية مشيرة أن ذلك ينطبق على روسيا التي استضافة كاس العالم السابقة وعلى الصين اللي استضافة دورة العالم المبينة الأخيرة في الشتاء وفي الواقع تعد قطر دولة أكثر ملاءمة لاستضافة مثل هذا الحدث الرياضي يعني هو السؤال هو الرجل بيقول حيث يبدو أن الكثير من النقاد الساختين لا يحبون ببساطة المسلمين أو الأغنية الرجل عايز يقول الوساطة تب منتو سكتت على روسيا في 2018 اللي مفهش حق إنسان أصلا واللي هي ضد المجتمع الميم وسكتت على تنظيم الصين للأولمبيات في الشتاء وانبهرت باللي عملته الصين رغم أن الصين حول إنسان فيها تعبانة وبرضو مجتمع الميم فيها تعبان المشكلة يعني كاتبة بريطانية بتنتقد برضو إزدواجية الغرب ونظرتهم لمونديال قطر وقالت لو الكاتبة بريطانية بتقول الغرب ونظرتهم نطلع بالتفاصيل أرجوكم شوية في تقرير ترجمته عربي 21 بتقول كده على فكرة وزعه الشنطة دي هناك نوع من الحراسة الثقافية التي تبرز هنا حيث ينظر إلى الدول الأوروبية ذات تراث كرة القدم الأطول على أنها أكثر شرعية من الدول الناشئة الخليجية التي لديها القليل من الارتباط التاريخي بالرياضة عدم حساب أخطاء الماضي يسبح لقطر بوضع نفسها كرمز للتقدم الدنيوي ويمنح الفرصة المتشككين زي رئيس الفيفا للإدعاء بأن البلاد تتعرض للتنمر هناك أيضا السؤال المحير حول ما الذي يشكل انتهاك لحقوق الإنسان من الخطورة بحيث يستحق المقاطعة هل هو مثلا إدارة سجن كبير في الخارج موجود في فراغ خانوني حيث أنه على مدى السنوات العشرين الماضية تم إلقاء مئات السجناء دون محاكمة وتعرض العديد منهم للتعذيب خليج جوانتنامو ليس هو نفسه إساءة معاملة الألاف من العمال المهاجرين بشكل منهجي لا يوجد انتهاكان لحقوق الإنسان متماثلان لكن هذا النوع من الاقتلافات لا يتعلق دائما بقياس موضوعي بل يتعلق بمدى نجحنا في بيع الروايات التي تدفعنا إلى استغاثة بعض الانتهاكات وتحسسنا تجاه أخرى ما فائدة إجراء اختبارات النقاء الأخلاقي لأنفسنا عندما أنا تتعرض جهود الخطر من قبل حكومتنا أو أحكامنا المسبقة غير المدروسة والمعايير المزدوجة دل قاليته الكاتبة البريطانية أيضا كان فيه خبر عن حملة مقاطعة مونديال قطر فشلت في فرنسا وقال الخبر أن ده سوء أدب أهو لو بارزيان حملة مقاطعة مونديال قطر فشلت في فرنسا وفي التفاصيل ترجمتها عربي واحد وعشرين بتتكلم من الصحيفة لو بارزيان الفرنسية قالت إن الدعوات لمقاطعة فعالية فشلت في فرنسا حيث استحوزت قناة تيفي وان على نسب المشاهدة جراء بسها لفعالية المونديال وقالت إن الجمهور الفرنسي لم يقاطع كاس العالم ده غير خبر تاني عن وصف بأنه العنوان سوء أدب من غضب أو هذا سوء أدب غضب من بي بي سي بعد حرمان جمهورها من متابعة افتتاح كاس العالم في قطر ده تعقيبا على قرار البي بي سي بأنها لن تنقل وما نقلتش فعلا لم تنقل البي بي سي حفل افتتاح اعتراضا منها على عدم بيع الخمور وعلى منع أي إشارة لبجتمع الميم ده اللي لخاصه ببراعة المزيع البريطاني الأشهر بيرس مورغان كلام محترم من إعلامي محترم أنتوا فعلا منافقين اسألوا أنتوا عملتوا ايه في إفريقيا عبر عشرات سنين وحتى الآن اسألوا الرئيس الأوغاندي موسوفيني اللي كتب مقال عرضنا هولكو هنا في البرنامج كيف أن الغرب مص دم إفريقيا وفي الآخر مش عايزي تديها تعويدات اسألوهم ليه رجعتوا في وعدكم في مؤتمر المناخ اللي يقيم في شرم الشيخ وأفشلتم المؤتمر بسبب تعنتكم في تعويد الدول اللي أنتوا أخدتوا خيراتها وفي الآخر رميتوها من غير تعويد ومش عايزين تدفعوا التعويد لحد الوقت ومش تدفعوه بالمناسبة يعني اسألوها ما الذي فعلته أمريكا في أفغانستان عبر سنوات طويلة دمرتوا البلد تماما بدعوة أنه كنتوا بتحاربوا الإرهاب اسألوهم لماذا استعنتم بفرق أمنية زي فريق المصري وأرسلت لهم سجناء عشان يتم التحقيق معاهم وامتهان حقوق الإنسان في مصر اسألوهم إيه اللي أنتوا عملتوه في سجن أبوغريب في العراق وعزبتوا العراقيين ودعيتوا أو خليتوا المجندات الأمريكيات يعبسوا بأعضاء جنسية لمسجونين عراقيين في امتهان واضح لحقوق الإنسان اسألوهم عملتوا إيه في جوانتناموا لما حبستوا ناس بعشرات السنين وإنتوا مسكنهم أصلا من الحدود الباكستانية وإزاي عملتوا للمسلمين هناك فخ عشان تسقطوهم وتدعوا في الأول أنه كنتوا بترحبوا بيهم ثم فجأة تنقلوهم في عربيات من باكستان على طيرات على أمريكا وجزء منهم على مصر للتحقيق معاهم في امتهان واضح لكرمتهم اسألوا الأمريكان ما الذي فعلتموه في العالم عشان تتكلموا عنه إنسان اسألوا فرنسا اللي تردت من مالي اسألوا فرنسا وماذا فعلته في إفريقيا اسألوا الإنجليز إيه اللي أنتوا عملتوه طول تاريخكم في البلاد اللي أنتوا احتلتوها واللي كان منها مصر أي حقوق إنسان بتتكلموا عنه اسألوا الأنظمة دي إنتوا ليه مؤيدين أنظمة ديكتاتورية في شكل أوسط وبتدعمهم بالمال والتأييد السياسي اسألوهم اسألوا بايدن اللي أعطى الحصانة لمحمد بن سلمان عشان يحميه من الملاحقة في قضية جمال خاشغجي وهي القضية الأكثر انتشارا في القرن 21 منحوا بايدن حصانة عشان لا يلاحق قضائيا أين هي حقوق الإنسان عند الغرب تحديدا ثم اسألوا المثقفين العرب اللي هما كانوا في انتظار أن قطر تسقط أين أنتم الآن وأين أصواتكم في النهاية يا حضرات قطر قدرت أنها تفرد قيمها وتفرد احترام العالم ليها بنجاحها في التنظيم في تمسكها بهويتها والأهم أن قطر كشفت القناع عن نظرة الغرب الحقيقة لنا كعرب حتى لو كان الموضوع موضوع كورة 22 واحد بيجر ورا كورة زي ما انت فاكر أشوفك بعد الفاصل وده المحور الرابع اللي ما تكلمش عنه في بداية الحلقة انتقاد إعلام السيسي ليفتتاح المونديال بالقرآن الكريم ما تعرفش الناس دي ما سافرتش بره مثلا الأخ اللي ناقد اللي جابه اللي قال دي أول مرة بالمناسبة كان في حملة تبشير واسعة في جنوب إفريقيا لما استضافت جنوب إفريقيا كاس العالم عملوا زي قطر كده جابوا أوسسة ومبشرين ينقشوا الناس يعني هم حرين يعني بالمناسبة هو اللاعب أي لاعب وأغلبية اللاعبين في العالم مسيحيين وكل لاعب قبل ما بينزل الملعب بيعمل كده ويصلي لدرجة إن كان عندنا واحد صاحبنا بيلعب في البلد افتكر إن دي حاجة لها علاقة بكرة القدم فكان بيلعب في الساحة الشعبية عندنا في البلد وبالصطر أنا كنت وقف جنب الخط اللي هو هينزل منه فأول ما نزل في التبديل على طول نزل الملعب عمل كي هو مسلم وإحنا عالفينه هو مسلم بسوق يعني التقليد ده شافه في كاس العالم وفي الماتشات وهو مسلم هو مسلم وكان تقريبا بيبيع مطاطس ولا حاجة بس كان لعب كويس يعني فوقف على الخط يسخن بقى وهينزل وبتاع وبقى المدرب وكده انزل يعني فنازل رخات حاجة من الأرض كده وعمل كده زي اللاعب الكبار هو افتكر ان ده تقليد بيعملوا اللاعب الكبار ما يعني ما جاش في دماغه القصة يعني يعني كل لعبة العالم حتى النهاردة منتخب الأرجنتين كله قبل نزوله الملعب في ماتش السعودية كله عمال يعمل كده ويصلي وبتاع بيصله يعني دي بالمناسبة بالمناسبة في دول بتوقف إذاعتها عشان ترن جرس الكنيسة وانا مسجل انا مسجل على موبايلي الحدث ده قاعد في عربية مع صديقي وبعدين فجأة هو فاتح الراديو في العربية فجأة الراديو تقطع الإذاعة وقفت واتزعت مش بس كده وفي التلفزيون دول في أوروبا يعني بالمناسبة عادي جدا كل دولة انت عليك تحترمها فانت انت مشكلتك ما سافرتش شفت ده مثلا ولا مشكلتك مع الإسلام ولا مشكلتك مع قطر انت تتحدد الأول يا باز انت مشكلتك مع مين مع الدول دي اللي هي قطر وتحديدا قطر يعني ولا مشكلتك انك ما سافرتش وما شفتش العالم بيعتز بثقافته الدينية زي ما شفنا تنصيب الأمير الملك شارلز وزي ما شفنا تنصيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو بيقسم على الإنجيل ما شفتش ما شفتش ده ما روحتش بطولة جنوب إفريقيا شفت المظاهر المسيحية ما بتشوفش اللعيبة وهي بتصلي قبل ما بتنزل صلاة مسيحية ولا مشكلتك مع الإسلام انت تحدد عشان بس نعرف نكلمك يعني كرة القدم الكنيسة في جنوب إفريقيا تستعد الكاس العالم يعني انت ما روحتش مثلا دول وما شفتهاش ولا انت مشكلتك مع قطر ولا مشكلتك مع الإسلام انت حديد لي بس عشان هنعرف أكلم معاك إنما انك تتكلم على مظاهر لا هي حرة هي حرة جدا وإحنا لما بنعمل افتتاحات ونجيب الفرعون كله والفرعنة ونزيع أناشيد هي أقرب إلى الديني فرعوني يعني ده ليه ما بنتكلمش عنه يعني ولا هو مشكلتنا مع الديانة الفرعونية مش موجودة ما كل دولة حرة افتتح بقرآن كريم هو حر افتتح بجرس كنيسة هو حر افتتح بتقاليد يهودية هو حر انت مشكلتك ايه إنما الهجوم على قطر برضو طلعت ناس تتكلم على ما يسمى هم بقى الفزلكة متلازمة العروبة إنك إنت لما تشجع تونس وتشجع السعودية وتشجع المغرب ودول التلات دول العربية فأنت عندك متلازمة العروبة لا في عروبة العروبة مرحتش العروبة دي مش موضة بتخلص يا حضرات العروبة مش عرض بيخلص في عروبة في تاريخ وإذا احنا ما افتخرناش بالتاريخ ده وما درسناهوش فاحنا هنترمي في الزبالة اليابال لحد النهاردة بتدري استرخها انجلترا لحد النهاردة فخورة بالملك جيمس وفخورة بأصولها الدينية يا راجل ده الكتب الحضارة كلها بتتكلم على إن أوروبا استندت حتى الآن على عنصرين مهمين التراث الروماني بتاع الامبراطنة الرومانية وأيضا على المسيحية الديان المسيحية لا في عروبة فأنت ما تقوليش متلازمة العروبة وتتفازليك كده وتقولي تقولي أصلا متلازمة العروبة لا ما ستظل العروبة تخفط تبوز تنهزم لكن تظل ان في حاجة سمع العروبة أصولنا أو أصول دول إنما ما نشجعش السعودية أو يعني بلاش نشجع بقى وناخد الكرة من منطق العروبة وواحد تاني يطلع يقول شفتوا السعودية لما فازت على انجلترا فرحة المسيحين قد إيه بس ما شفتوش نفس الفرحة لما قطر نظمت البطولة منتهى الغباء في المقارنة أولا لو إن الناس بتكره قطر زي ما أنت بتفتكر كده فالفضل يعود أولا وأخيرا إلى كتائب الإعلام بتاع النظام المصري اللي صورها على أنها تخابر وعلى أنها دولة أرادت الإفساد أنتو دي مشكلتكم أن أنتو صدقتوا الإعلام ده لكن الحاجة التانية من المستحيل أنك أنت تقارن فوز السعودية على الأرجنتين وهو حاجة تاريخية في تاريخ العرب وفي تاريخ كرة القدم بالمناسبة تصورت قارنها بحفل فتاح على أي حال الهجوم على قطر والتشكيك في كاس العالم كان من زمان من أول ما تم إسناد البطولة القطر سنة 2010 وحصل تشكيك كبير في قدرتها على التنظيم وكانت كل العوامل ضد قطر ده المناخ ضد قطر المناخ كان ضد قطر دولة الحرارة فيها كبيرة جدا وصعب جدا أن المشات هتبقى فيها واللعابة هترهق كتير مع أن المكسيك أنا حضرت بطولة العالم في المكسيك كان العيبة بتفرفر في الأرض من الحر وكانت المشابة لعب النهار في عز الشمس وكانت والله الناس كان بتقعفش في الأرض والجمهور كان بيتسلق في مدرجات ملهاش تاندة إنما لا إزاي بقى كل العوامل كان ضد قطر خلا نشوف بقى حملة أو جزء من حملة التشكيك في قدرة قطر على تنظيم البطولة قطر قطر جات أنا عندها بطولة العالم بتاعت الألعاب القوة جاري وجلة وبتاعه وشا فيه بارح بالليل كان عندهم قرروا يعملوا المارسون الساعة 12 بالليل ليه طبعا لأنه ما بينفعش يتعامل في أي وقت في النهار مارسون كان فيه 68 متسابقة فيه 35 سؤال مهم الناس دي هتعمل كسر العالم إزاي؟ أنا أقول له حضرائي طبعا المسابقة دي فيه إسرائيليين وفيه مراسل للتلفزيون الإسرائيلي موجود في الدوحة بيبعث رسالة كل يوم من هناك الناس دي هتعمل كسر العالم إزاي؟ وعلى فكرة أعايز أقول لكم خبرين مهمين جدا نهاردة قطر قالت للعالم هتكلم نمرة واحد إحنا هنخفض أسعار البيرة بس لو المشجعين الإنجليز ملتزموش بالأخلاقيات والأداب هنرفع أسعار البيرة تانية وهنحلم أن إحنا ننظم كسر العالم ويا حبادة لو كان كسر العالم 2022 من الجماعة الإرهابيين القتلى الفجرة اللي موجودين في قطر اللي صرفوا دم قلبهم صرفوا مليارات بالرشاوة وفلوس حرام من أجل أن هم يعملوا تاريخ يسجلوا تاريخ إمارة ما تنفعش غير خرفة خلع ملابس تنفع بس دي الحمامات هي دينفع بس كده الخالد تنظيم كسر العالم أي منطق أي عقل فين التاريخ فين الجغرافيا فين التقص فين المناخ فين الاتساع فين 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 كانت أكبر فضيحة فساد بتطول الانتحاد الدولي لكرة القدم لفيفا وإن شاء الله هنشوف الناس اللي في السجن كتير طبعا تم توقيف رئيس فرنسا السابق ساركوزي اللي أعطى تعليمات لمشيل بلاتني ومشيل بلاتني أعطى تعليمات للمناديب كله أبب كله خطلوس والموضوع أمام المحكمة الفرنسية يعني لا يخجلوا ما بيخجلوش قالك ساركوزي قد تعليمات لبلاتر خد رشوة من قطر طيب ما هو بلاتر لسه موجود برة ما تحبس فين الرشوة دي مش بس كده ده قالك وإن هنشوف الناس في السجون لا ساركوزي داخل السجن بسبب قطر ولا بلاتر اللي موجود ده بلاتر طلع قالك أنا خطأ فين بقى يا ناشا ولا يخجلوا يعني بص يقولوا الحاجات دي ولا يخجلوا ده وصل بهم الأمر قالك ما فيش بطولة هتقام في قطر 22 مين بقى كده بدنجان الإعلام الفيفا انتهت الفيفا عايزين الأمير علي بقى ايه رئيس لأنه هو بصراحة الأمير علي ابن الحسين هو القادم رئيس هذه المملكة مملكة الفيفا ننتظر الأمير علي وبصراحة بصراحة الدول اللي هي ساندت بلاتر أنا بقوله هو يعني مش عايزة أعمل ايه عشان ما تعصر ولكن سبب لأنه الرجل ده ايه رايح لأنه عارف الأمريكان مش تايبين والأمريكان عندهم والفضيحة الكبرى قطر قطر هتدفع التمن فكرين أنا عمال أقول لكم بالي كتير قوي كاس العالم عشرين عشرين مش هتتعمل في قطر كتير قوي بالي كتير بولي حطية دي والناس يكون شون زديني مش هتتعمل في قطر وقطر ده ايه هيطلعوا فضاح ويدفعوا التمن وبينها ممام هيدخل السجن ويمكن الأمير يمشغلوا يدخل السجن وإهالية هيدخلوا ليه هيدخلوا السجن يعني فساد ناس بيدفع رشاوي لأنه عندهم فساد كده طب انت بتدفع رشوة ليه لأنه عايز ايه عايز ايه من كاس العالم عندك بترشي مين يعني طب ما انت عارف العالم وما استنيك هو العالم الرشاوي دي ما بتتعرفش اتعرفت وتشافت وكاس العالم عشرين اتنين وعشرين مش هتتعمل في قطر أنا بقول لحضراتكم من بجرة ده خبر اعتبروه حصري أنا بقول لكم على ليه الفساد مملكة الفساد هتتفتح عن بكرة ابيها وهيعرفوا مين عمل ايه لأنهم من الاول كانوا اخذوا عدد من بتوع الاتحاد الدولي وحيقوا معهم وطلعت الصحف البرطاني كانت شنت حملة عنيفة جدا على قطر خلال السنة اللي فاتت والحد المهاردة والعدد كبير جدا بيتكلم انهم في فساد ثبت وانا بقول لحضراتكم كل يوم بدليل لطر المهاردة ودد نفسه امام المقصلة وبدأ طبعا سبع عيسى حياته حبيبه طبيعي عيسى حياته اللي بيقود الدول يعني ما احترمنا الدول الأفريقية بس عيسى حياته يقول لهم انتخبوا فلان يروحوا فلان يا عم انت دولة هي دي عيسى حياته هو الرئيس مواقع لالفيفا ولكن احنا عايزين الامير علي ابن الحسين هو يستحق الامير علي بصراحة واعلى الامير علي النهاردة انه هو سيعيد ترشيح نفسه مرة تانية نساند الامير علي عايزين يبقى الرئيس الفيفا مصر عربي انا بقول مصري برضو اولا عربي زي المصري احنا ومملكة الاردن يعني الاشقاء في الدول العربية كلنا يعني حاجة واحدة وبالتالي ولا يغجل لا الامير علي لا الامير علي بقى رئيس التحاد الدولة الكرة القدم وده مع الاسف يعني واحنا كنا نتمنى الامير علي يبقى يبقى هو رئيس التحاد لكن ما بقاش وقطر نظمة كاس العالم قطر مش هتنظم كاس العالم ده الكلام ده لما كان السيسي في برلين يعني من سنوات وقطر نظمة كاس العالم وزي الفل تخيل دي اكبر خبطة عشان بس تعرف ان القصة مش كرة قدم الموضوع فيه سياسة وفيه ثقافة وفيه عداد وتقاليد يعني الموضوع تعدى 22 واحد بيجروا ركورة يا جماعة ما تبصوش ووفسايد وجندة كان جون ولا كان تسلل خالص كرة القدم هي ادمان الشعوب دلوقتي وكرة القدم فيها مليارات من فرق بتعمل فرق يعني قصدي شركات كبيرة بتعمل تي شيرتات لملاعب لناس بتنتي كرة القدم لسياسة داخلها في الموضوع يطلع الاخ احمد موسى يقولك انه قطر مش هتعمل خلاص وبلتر هيخش السجن زي نشر دي هم موجودين نهاردة لا هيطلع على الشاشات لا يغجلوا يعني فيش واحد فيه بيقول مثلا انا اسف يا جماعة كنت بتحك عليكم انا اسف غلط لا خالص لن يغجلوا ليه عارف لاني غالبا ما عندهمش السائل الاحمر ده يعني هم عدوا سيبك من المهنية انما هم عدوا فكرة اني اللي جوه هنا سائل احمر وفضل الضرب من تحت لتحت لدرجة انو وصل الامر لعمل منشتات انتو عارفين اول ماتش بعد الافتاح رطول انا اللي حضرت الافتتاح في التلفزيون ولا في الحياة اصلا لكن بعد الافتاح كان في ماتش الكوادور والسعودية ليه سوري كوادور وقطر ليه قطر هي اللي عبت اول ماتش لانه هكذا جرت تقليد من بداية كاس العالم الدولة المضيفة لها امتيازين اول امتياز انها بتصل بدون تصفيات تاني امتياز عشان بس تسألت السؤال ده عشان بحد كان فاهم ان قطر دفع تفلوس عشان تلعب اول ماتش هم امتيازين بتاخدهم الدولة المضيفة انه مايلعبش تصفيات يعني مادخلش بقى تصفيات ويرايح جاي وما يخش كاس عانه على طول يخش الماتشات على طول الدورة نفسها الامتياز التاني ان الدولة المضيفة تلعب اول ماتش فقطر لعبة اول ماتش او هتلعب اول ماتش بعد الافتاح مع الاكوادور فطلعت المشتات على طول تتهم قطر تقارير رشوة قطرية للعب الاكوادور لخسارة المباراة الاولى في كاس العالم تخيل يا شاء ربنا ان قطر تخسر اتنين صفر برضو لا يخجلوا مفيش بس انت مفيش خجل فنفس الموقع سخرية من مستخدم تويتر من مدرب قطر بعد الخسارة امام في في فتاح المنديال يعني حط الاتنين جنب بعض الله يخليك نفس الموقع بيكلم قبل الماتش على ان تقارير رشوة قطرية اللعيب بكرة الاكوادور لخسارة المباراة على طول بعد ما الماتش خلصت ننصف لصالح الاكوادور سخرية من مستخدم تويتر من مدرب قطر بعد الخسارة امام الاكوادور عادي جدا عادي جدا بمناسبة بقى فوز السعودية النهاردة التاريخي اللي بقوله وسيظل هذا الفوز تاريخي في كرة القدم العربية مش بس السعودية الامير محمد بن سلمان اعطى اقتراح للملك او يعني هكذا قيل ان بكرة يبقى اجازة رسمي في كل السعودية بعد الفوز على الارجنتين فبكرة الموظفين السعوديين اللي مالهمش في الكرة اصلا هياخدوا اجازة بسبب الكرة مش بس كده احد اهم رجال الاعمال كما نشرة في الخبر ده اسمه العثيم تقريبا قرر منح اللاعبين عشرة مليون ريال سعودي مكافأة ليهم العثيم يقدم عشرة مليون ريال للمنتخب السعودي نظير فوزه على منتخب الارجنتين وتقديرا لادائه المتميز انا طبعا فريق السعودية يستحق لكن انا بسأل لو اني يعني عشان بس تعرف ان المكيدة شغالة لو اني قطر هي اللي فازت والامير تميم منح بكرة الموظفين القطرين اجازة وطلع رجل اعمال قطري ادهم عشرة مليون ريال قطري كنت هتسمع ايه بقى كنت هتسمع السفلات برضو لكن لانها طلع المراد من السعودية خلص ما نقدرش نتكلم بقى فيش واحد يقدر يقول يعني ايه اجازة بكرة اما لما قطر تصعد الدور التمانية تعملوا ايه تاخدوا اجازة اسبوع اما لو قطر طلعت الدور الاربعة هتعملوا ايه السعودية قصدية هتعملوا ايه هتاخدوا اجازة شهر يعني مش تسمع بقى الكلام ده لانه السعودية اللي عملها عشر مليون ريال واجازة بكرة رسمي في السعودية كلها لفوز المنتخب السعودي على الارجنتين مرة اخيرة المكيدة زالت شغالة اهو بامر الملك سلمان غدا اجازة رسمية هتلاقي في الخبر انه وافق على اقتراح ولي العهد السعودي بانه ما اقترح ولي العهد السعودي انه رئيس مجلس روزر انت عارفين كده الامير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس روزر ان يكون غدا الاربعاء اجازة لجميع الموظفين والطلبة فتخيل انت لو ست سعودية بتشتغل ومالهاش في الكورة او رجل سعودي مالش في الكورة بكرة هياخد اجازة عشان المنتخب السعودي فاز اخر مرة اخر حاجة قبل ما نخش بقى على الخبر اللي بعد كده واللقطة اللي بعد كده لكن تحياتي وتهنئة للفريق السعودي ويا رب عبال تونس وعبال المغرب وعبال قطر اللي بعده السورة واحدة اشعلت الجدل في مونديال قطر ركز معايا هو مش 22 واحد بيجرع ركورة دي فيه سياسة سورة السورة دي السورة دي اشعلت الجدل في مونديال قطر والسورة دي كان وراها قصص مختلفة هي لقاء السيسي باردوغان والحوار بينهم السورة دي لما نركز في السورة كويس قوي هنلاقي يعني انتو تدوروا تتكلموا على السورة براحتكم لكن شايف الراجل ابو ندارة اللي وراه القصير ده اللابس بدلة ده في الوفد المصري اللي راح مع السيسي شوف الراجل بصص لأردوغان ازاي بزعل لكن على العكس تماما شوف الأمير تميم والابتسامة بتاعته لابت لابت نظري في السورة دي انها جات بعد قمة المناخ انه قمة المناخ ما حضرش اردوغان وقمة المناخ كانت فرصة تاريخية للقاء بين اردوغان والسيسي تحت مظلة دولية لانه من سنتين تقريبا بدأت تركيا تتخذ اجراءات للمصالحة مع مصر او مع النظام المصري والاجراءات دي شملتني انا في سبيل المصالحة مع النظام المصري اتخذت اجراءات كتير جدا احد هذه الاجراءات شملني انا شخصيا وما عنديش مانع اوكي تمام اذا كان ده في صالح تركيا ومصر اوكي لكن قريب جدا كان فيه تصريحات مصرية منذ ما يقارب من شهر ان المفاوضات بين مصر وتركيا فشلت ده كان على لسان وزير خارجية المصري سامح شكري توقف مصار المباحثات مع تركيا لعدم وجود تغيير في ممارستها مش مهم التفاصيل ده اللي اكدوا ضمنيا من اسبوع 17 لوفمبر بالزبط خرج الرئيس التركي راجب طيب اردوغان قال ان موضوع المصالحة هياخد اجراءات قوية لكن في شهر يونيو 17 نوفمبر يعني اسناء انعقاد قمة المناخ اللي جاء فيها بايدن وماكرون ورؤساء الدول العالم طيب اذا كنت انتو هتغضوا خطوة اتراك ليه ما حضرش الرئيس اردوغان اهو في 17 11 22 اردوغان يمكن اعادة النظر في العلاقات مع مصر وسوريا بعد انتخابات يونيو طيب الصورة كمان اللي هي بتاعت اردوغان والسيسي كشف التفاصيل عنها قناة العربية انه الدور القطري الامير تمام لعب دور كبير جدا في الوصول للصورة دي تفاصيل جديدة تتكشف خلف مصافحة السيسي واردوغان فتحت المصافحة الاولى من نوعها انها بيقولنا لم تكن مصادفة قالت مصادر مصرية ان المصافحة بين سيسي واردوغان لم تكن مصادفة وان قطر سعت خلال الاولى الاخيرة الى ترتيب العلاقات بين القاهرة وانقرة ووفق ما نقلته جريت الشكل الاوسط واضافت المصادر ان المصافحة ستعقبها خطوات دبلوماسية وسياسية على المصادفة مش بس كده موقع CNN برضو اتكلم عن المصافحة دي وقال ان دي خطوة اولى لاطلاق مصار جديد للاقات طيب الرئيس التركي على الطيارة وهو راجع من الدوحة الى انقرة طلع تصريحات كانت فيها تفاؤل شديد جدا بل انه في احد التصريحات بيقال بالنص انه هيكون في تواصل ولقاءات رفيعة المستوى فانا قلت طلعت اللايف على قناتي وقلت قبل التصريحات دي قبل ما تتنشر تصريحات الرئيس التركي الفيديو موجود على قناتي قلت بالظبط كده انتظروا اما اردوغان في القاهرة واما السيسي في انقرة قريبا ده انا قلت قبل ما تتنشر تصريحات الرئيس رجب طيب اردوغان لكن اردوغان اهو بعد اول تواصل اردوغان يقول ان مصافحة السيسي خطوة نحو تطبيق لا على الطيارة قال انه بالنص كده على الطيارة قال بالنص اللي بقوله ده انه هتكون فيه لقاءات رفيعة المستوى بيننا وبين مصر ورفيعة المستوى مش المقصود بيها وفود مخابراتية ولا المقصود بيها لقاء وزيرين الخارجيين اللي تقابلوا قبل كده بالمناسبة تقابلوا قبل كده وزير خارجية تركيا ووزير الخارجية المصري لكن انا بقولك الرفيعة المستوى دي اه اهو برافو عليك الدوتش فيلا سمت احتمال لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مصر انا الكلام ده قبل ما ينشر وانشر امتى مش فاكر ينشر بس انا قبل ما ينشر طلعت على صفحتي على قناتي على اليوتيوب اه امبارح وقلت ان يا جماعة انتظروا قريبا اما اردوغان في القاهرة او السيسي في انقرة والحقيقة انه اه اذا كانت الخطوة اه موجودة لماذا صرح اردوغان بانه اللقاء هيكون في يونيو ثم بعدها بتلات ايام او باسبوع تقريبا يبقى موجود في الدوحة ويلتقي بالسيسي اظن انه الامير تميم لعب دور مكوكي في الموضوع ده واستطاع انه يقنع الاتنين ان الدوحة ارض محايدة لا هي تتبع مصر ولا هي تتبع انقرة وبالتالي اللقاء هنا اضافة انه المظلة اللي انتوا جايين فيها مظلة بتاعة كورة وكده وانتوا يعني هتقعدوا في اللوج الاولاني ده وبالتالي هتسلموا على بعض انما الاغرب واللي يأكد كلامي انه الصحافة المصرية لم تتحدث عن زيارة او رحلة السيسي الى الدوحة الا والسيسي في الطيارة فوق يعني المفروض انه كنت تعرفه من اسبوع قبلها ان السيسي هيحضر لكن ما تزعش انما الخبر خرج والسيسي في الطيارة يغادر ارض القيارة قالوا السيسي يصل الى الدوحة وبيحضر في التاح كاس العالم فظني انه استطاع الامير تميم يقنع الطرفين بانه دي ارض محايدة وان دي مظلة مسياسية اللي هي نهيئة كاس العالم وبالتالي الخطوة دي سعت اليها تركيا بشكل قوي جدا جدا وانا بقول سعت اليها تركيا وانا دقيق في كلامي بشكل قوي جدا من سنتين تقريبا واخرت فيها اجراءات كتير جدا لكن الملفات العالقة بين مصر وتركيا ملفات معقدة جدا جدا وهم أهم ملفين دلوقتي هو ملف الوجود التركي في ليبيا وملف البحبة عصد الحدود المائية الملفين دول هم المعاوقين كبار جدا في انه العلاقات تعود هي ما كانتش في علاقات أسطنية يعني من عصر عبد الناصر والعلاقات المصاري السعودية التركية مش تمام يعني ما كانتش سمنع العصر يعني وتركيا كتعمل حلف كده المهم يعني لكن العلاقات ممكن تتحسن انما الملفين دول مهمين جدا في النهاية محتاجين نفهم ان دي طبيعة العملات السياسية وطبيعة مصالح الدول وانا بقولك بلاش النظر الرومانسية الى التصرفات يعني انا واحد خرجت من تركيا وماليش علاقة بتركيا وفي نفس الوقت السعي التركي لمصالحة النظام المصري وقفني قعدني في البيت لكن انا بشكر تركيا جدا جدا على الثمان سنين دي كل الشكر والتقدير انما السياسة ما فهاش الرومانسية مصالح الدول كل واحد من دول بيجري على مصالحه رجب طيب اردوغان ورا شعب عدد 80 مليون ورا انتخابات ممكن تطوح بيه ورا ازمة اقتصادية بتدول اوروبا كلها ورا مشاكل كبيرة جدا في البحر توسط وفي ليبيا وفي البحر الاحمر وعنده مشاكل خلص مشاكله مع السعودية خلصها مع الامارات لم يتبقى ليه الا مشاكل مع مصر اوكي دي مصالح الدول لا عدو دائم ولا صديق دائم بلاش نتشعلق في تركيا واردوغان بان احنا ايتام وهو ابونا هو الراجل ورا شعب كبير جدا ورا ازمة ورا سياسة يعني ما نستبعدش ان احنا زي ما قلت نشوف السيسي في انقرة او اردوغان في القاهرة ما تستبعدش دي اطلاقا على الاطلاق يظل انت موقفك زي ما هو يعني خلي موقفك زي ما هو انا ضد هذا النظام المصري اردوغان صالحه بقاه اردوغان ما صالحوش ليش قصتي ولا استطيع اني اطلب من اردوغان زيادة عن كده خالص هذا الرجل تحمل الكثير هذه الحكومة والنظام التركي تحملت الكثير عشان وانا برا تركيا خلص ياخد خط هو دفع تمن كبير جدا في القصة دي فخلص ياخد الخط اللي يراه هو في مصلحته علينا ان احنا نندج في تصوراتنا وفي تخيلاتنا على اللي بيجري زي ما قال الكاتب علاء بيومي كتب الكلام ده وقال لقاء السيسيو اردوغان مهم في اضاحة طبيعة البراجماتية للسياسة وكيف ان العلاقات تتغير وفق المصالح والمهادنة الشيء ضروري وامتلاك موازين القوة هو الاساس اطلع بقى شوي عشان اشوف انا مش شايف ولعل ذلك في ذلك درس للجماهير والقوة الجماهرية التي تحلق في المثاليات ولا تعرف الا تعالية السقف والافكار الخالية رغم ضعفها الشديد وانا كنت بكلم مع احد الاصدقاء يا اخي يا اخي صلاح الدين قاعد يحارب ريتشارد قلب الاسد سنوات وفي الاخر قاعدوا مع بعض صلح سنوات قاعدوا مع بعض في الاخر صلح الفريق عبدالغاني جمسي وهو واحد من اشرف القادة المصريين في الجيش المصري العظيم بعد ثلاث ساعات من الحرب كان قاعد في الخيمة 101 في الكيلو 101 في السويس مع اللي كانوا قاعداءه من ساعتين بالبدل العسكرية وقاعدين سلموا على بعض وقاعدوا مع بعض يتفقوا على وقف بتلاقي النار النظام المصري اللي عاد اسرائيل سنوات السادات طلع مع مع مناحم بيجنوا مع الست اللي اسمها اللي سيت اسمها دلوقتي قاعدوا مع بعض عادي جدا ودربتلوا ودربتلوا مثلا بروسيا في الحرب العامة التانية كانت روسيا مع ألمانيا وإيطاليا في أول الحرب وكانت انجلتلوا وقفة لوحدها وبتتدك كل يوم والبرلمان الإنجليزي بيقول للراجل اسمه اللي كان اللي كان رئيس وزراء بريطانيا وقتها التعلب ده اسمه يا جماعة حدي ساعدني في الزاكرة اسمه ايه الراجل رئيس وزراء بريطانيا اسمه الحرب العامة التانية أبو سجار الراجل ده وقف لوحده في البرلمان وقال لهم والله لو ادكت لندن أنا مكمل الحرب فجأة شيرشل فجأة اتقلبت الدفة وروسيا لطشت في ألمانيا راح ترايح على انجلترا وتحلفت مع انجلترا وبعدين تحصل بقى القنبلة هير بقى النوناء الأمريكي بيرل هاربور اليابانين وضربوه فأمريكا تقرب تخش الحرب فتتقلب الدفة لصالح انجلترا الروس اللي كانوا أصلا مع الانجليز وبيدوكوا لندن بالطائرات فجأة بقوا مع الانجليز وخلاص بقنا صحاب وبقنا عدونا اللي كان حليف بالأمس أصبح عدو النهاردة اللي هو ألمانيا وإيطاليا الدنيا كده والبراجماتية مش عيب على الإطلاق السياسة لا تعرف المثاليات السياسة لا احنا مسياسيين لكن هو سياسي أردوغان سياسي وبيلعب سياسة هو حر ودي مصطح ببلده إنما في وسده يقف إعلام السيسي عريان في ميدان عام لازم بعد ما سب وشتم وارتكب جرائم دلوقتي أصبح بيتراجع عنها وده اللي قلناه من زمان لإعلام السيسي إنه بيسيء للبلد الحقيقة ويا ما قلنا إنه هتغير كلامك جاء اليوم بعد ما كانوا بيشتموا الأمير تميم النهاردة بقى تميم كويس بعد ما كانوا بيشتموا أردوغان النهاردة نسمع كده بقى كلام عن أردوغان بشكل واضح وتشوف هذه الصورة اللي تعبر عن هذا اللقاء اللي احنا بنشوفه مع بعض المسألة محتاجة هدوء محتاجة إن احنا ننظر نظرة بلد نظرة شعب نظرة دولة أردوغان من البداية أعلن يأم الإرهاب يعني الإرهاب اللي هو فيزي السراج يعني يأم حكومة الوفاق يأم الإرهاب ينتشر في أوروبا ويهدد العالم شكرا للشيخ عصام والله بيفكرني بالأسماء كتب لي جولدة مائير كانت رئيسة وزراء بريطا إسرائيل أثناء حرب أكتوبر ودي انتهت هي وديان بعد حرب أكتوبر وذكرني بقنبلة هيروشيما لا أنا كتب أتكلم على بيرل هاربور لما اليابانيين طلعوا وعملوا الحجمات الانتحارية على القاعدة الجوية الأمريكية ثم ضربتهم أمريكا بحول إنسان ضربتهم بالنوع بالزري في هيروشيما ونجزاكي ثم دخلت الحرب بعد كده وذكرني بالرئيس وزراء بريطانيا في وقت الحرب لوقت شيرشل مش بس كده ده عمره قديب اللي قاعد يقول سنوات إنه أردغان إخوانجي أردغان إرهابي ده غير تماما اسمع الراجل اللي اسمه أردغان الراجل ده من الإخوان الإرهابي إيه إخوانجي إرهابي هذا رجل لا يحترمنا هذا رجل عدو لنا هذا رجل يمول الإرهاب بالضبع قوة إقليمية موجودة في المنطقة ما ينفعش حد يتجاهل دلوقتي بقت قوة إقليمية تركية موجودة في المنطقة ما حنفعش حد يتجاهل هم ده مشكلتك إنك أنت لما تبقى ماشي بيلة دماغ ومسلم دماغ كل واحد أهبل فتبقى رايح جاي هم ديول الناس اللي شحنوك ضد تركيا وضد قطر سنوات سنوات إنت استنى بس لما السيسي قبل أردوغان والخطاب ها يتغير تماما ومش بعيد نقعد نتكلم أو نطلع أغاني لأردوغان دي مشكلة الناس اللي معندهاش موقف هي يعني اربط الحمار مطرح ما يعود صاحبه ودول الحمار صاحبه ربطوا هنا أو قاعد ربطوا هنا أو قاعد لكن دول ما يعرفوش أصلا لمهنية ولا يعرفو حتى شرف وده 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 مشكلة النظام المصري إنه حرد الناس سنوات تجاه قطر والنهار ده بيتفع التمن وشكلهم بقى وحش جدا تجاه تركيا يا رب بقى ينجحوا على رأي المكاتب سليم عزوز يا رب تنجح بقى خلاص ما عندكش أعداء هو انت عاد تقول مش أصالح تركيا أديك صالحتهم صالحوا بعض يلا بقى إنجح بقى معادش عدو لا تركيا عدو ولا قطر عدو وأنا كنت أمين وقلت تركيا اللي سعت إلى المصالحة وانت عاد تقول مش أصالح النهار ده بمجهود الأمير تميم خلاص بقيته تمام هننتظر بقى الصورة زيارة رسمية لأردوغان في القاهرة أو للسيسي في أنقرة يعني ما عادش عندك عداء نشوف بقى نجاحك بقى بنلاقي عليك نشوف لك بقى حاجة حلوة كده تبل الري نشوف حاجة خلاص وارفع بقى التعم تخابر مع قطر محمد ناصر بيشتغل مع المخابرات التركية والكلام بقى الفارغ ان انتم بتقولوا ده خلاص كفاية بقى يعني شوفوا حل سليم عزوز كاتب كلمتين والله يفيهم الشفاء والله قعدت قرأهم كده قلت فعلا عندك حق يا أستاذ سليم انجح بقى لله انجح نشوف بقى سليم عزوز كاتب له ايه بيقول لك جالك بايدن ورجله فوق رقابته واتصالحت مع قطر فصار الخليج كله حليفة لك وفرحة أردغان بانك صفحته تفوق فرحته باستمرار أردغان في الحكم والغرب كله معاك اجمع عليك بوتن واعداء بوتن وفكك من الاخوان فهم نائمون في الخط من سبع سنين والدليل انك لم تطلب اغلاق قنواتهم وطن ولم تطلب تسليم زعيمهم الاول على مدى السنوات العشر الدكتور محمود حسين وهو أمر كاشف أنه لا خطر منه ولا منهم اطلع بس السطر عشان يقارق بتاعنا وأنا اطلع سطر واحد الله يكلمك وأنا اعتزلت عندي حاجة في إيدي اتأخرت ولا بد أن أنتأي منها وإن كان على المخالات الإسبوعية التلاتة فسوف أتحاشى نقدك ما استطعت وعموما هي تنشر في مواقع محجوبة في مصر والإعلام كله في الداخل في إيدك والأحزاب شرحوا فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة والحال كذلك ممكن لو سمحت لو سمحت لو سمحت طالت مرة من فضلك تنجح لوجه الله اللي بعد في حاجات كتيرة بيقف قدامها العقل كده من غير ما يليه لها تفسير منطقي خاصة بتحصل في مصر مصر بلد العجائب مش الهند مش كانت سعاد حسني مع صلاح جاين مع كمال الطويل عملوا أغنية سماها في الهند أم العجائب لا لا هي مصر أم العجائب في مصر حاجات كده بتحصل يعني قاعد أسأل زميلي إيه سبب من لإيه سبب زي تكريم الممثلة سمان خشاب مبدئيا أنا مش عارف ليه بنقولها على سمان خشاب ممثلة لها ألفاز تانية ممكن نقولها ممكن نقول الموزة ممكن نقول الأمر أي حاجة بقى أنت حر يعني أنت وثقافتك ورغبتك ممكن مش فاش حلو أصلا أنت برضو حر خلاص لكن أني القيادة المنطقة العسكرية الجنوبية تكرم سمان خشاب المنطقة العسكرية الجنوبية يعني خد عندك بقى البحر الأحمر كله عرب صالح و لحد بقى شلاتين ده من الناحية الشرقية من الناحية الغربية أو من الوسط خد عندك بقى من أسيود جينة سهاد لحد أسوان يعني وبعد النحية بقى الغربية ضرب الأربعين كله واسمع إيه دي شلاتين حلاء لا لا حلاء بقى شلاتين شرق الناحية الثانية دي المزاري اللي تشكى هي يطار الممثلة سمان خشاب كان لها مثلا دور إيجابي في الربع ده كله شرق ووسط وغارق يعني هو أنا رأيني سمان لو كانت لبسة مواوة كان ممكن يليق على الحفل ده والله يعني لطشت منك دي طب إيه بقى سألت زميلي سألت الأطبة إيه السبب أي إيه السبب المنطقة الجنوبية اللي عندها منطقة نزاح حدودي شلاتين وحلايب المنطقة الجنوبية دي أنا لما رحت البحر الأحمر إنت يا بص إنت أتعدي الغرداء بس وقبل ما توصل مرسى عالم تلاقي أنت كأنك داخل دولة تانية وأسلحة ومدرعات وجيش واقف التصريح التصريح وبعدين توصل بعد مرسى عالم بحوالي 300 كيلو البلد اللي كان يقولك هينفوكي ودوك بلد جميلة قوي بس نسيت اسمها دلوقتي برضو تلاقي عساكر وجيش عدي بقى دي وانت ريح عرب صالح بقى لا دولة ثالثة خلاص 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 عديت انت عرب صالح قبل ما تخش شلاتين يا سنة سوخة رجد عن في إيه مش دي مصر وعادي أتفسح فيها لا إنت لازم تصريح من القوات المسلحة منين؟ من نطقة الجنوبية ولما دخلت شلاتين انت تتكلم في مئات الكيلومترات يعني لما دخلت شلاتين وماشينا أنا والرجل اللي معايا زميلي احنا رحين نعمل عمل بيئي هناك يعني وبالأمم المتحدة سوري بالمعونة الأمريكية يعني جايين مع مشروع المعونة الأمريكية يعني مش جايين كده من نفسنا مش سياح يعني تلاقي ناس كده وهب يجيلك واحد بلاسلكي ممكن تفضله معنا يجد عن فيه دي بلد وحنا نصدر ماك فين عند رئيس مجلس المدينة لوة لوة تاريخ عسكري انتوا جايين هنا ليه بقى يجد عن احنا جايين مع المعونة الأمريكية نعمل مشروع بيئي هنا اه بس كان لازم تستأذنوا تب ما احنا واخدين تصريح منكم من المنطقة الجنوبية يا راجل فين التصريح اهو يجد عندي مش مصر دي ولا انا احنا معنا بسورات مصري ما تفهمش النهاردة او مبارح تتكرم تكريم سوميا الخشاب من قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية ليه ليه سمسم قصة من بالله العظيم سألت زميلي ليه اعلنت الفنانة سوميا الخشاب عن تكريمها من قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك من قلال منشوراتها ليه طيب عملت ايه انا لحد الوقت انا مش ضد هي كتبت على السفر كل الشكر والتجدير لكيادات المنطقة الغربية العسكرية على التكريم الرائع تسلم يا جيش بلادي ايوة ليه ما انا عايز افهم سواء تريندو وانشات البحث جوه ازاك بسبب ما اعلنت عن تقديم عمل مصرحي جديد تانا قصة حياة الرقصة الشهيرة بديع مصابني ويحمل اسم كازن وبديع قال لا طيب وهل الجيش لو علاقة بديع مصابني انا عرف انا عرف انا عرف ساميا جمال اشتغلت عند بديع مصابني كازن وبديع ده كان بعد كبر الجلاء مكانه دلوقتي شرطه الجزيرة وصاده وصاده اللي هو عند مدرسة القرمان كده عند مجلس الدولة وصاده الشقة اللي كان سكن فيها بكمال الشناوي يعني وطلعت فريد القطرش طلعت محمد فوزي طلعت حسن الامام كل دول خرجين كازن وبديع وبديع دي من لبنان اصلا ايه انك هتعملي وهي اكاديمية يعني كل الفنائين انا قلتهم دول طلعين عند بديع حسن الامام كان بيكتب عنده فريد القطرش غنى عندها محمد فوزي جاء من طنطة وسكن في شارع باب البحر ده وراح اشتغل عندها مغني سامية جمال اللي اسمها في الاصل زينب من بنسويف ربت من اهلها وراحت لبديع بديع ودتها على مدرب رأس وتتعلم بليه كمان يعني انت تكال ايه إعلاق الده بقى اللي انا بقوله بقيارة المنطقة الجنوبية مش شايف ايه إيه إيه إذا كانت المنطقة الجنوبية كابت بتصف على بديع وإعلاقة بديع بالموضوع إعلاقة سومية الخشاب بالموضوع الناس علقت نشوف كده تعليقات الناس نشوف كده بعد تعليم من الإعلامي من الإعلام الذي ينفق عليهم تم تجاهل تماماً خبر الحالس الإرهابي في القنطرة الذي أسفر عن استشهاد ضابطين منهم قائد كتيبة المنسي وخمس جنود وعرفنا الخبر من الأهالي الذين شاهدوا المعركة التي استمرت تعدد ساعات كان أول رد فعل عنيف من الجيش على الحالس هو تكريم البطلة الشهيدة الحية سمية خشاب يا ترى إيه البطولة والتضحية التي قدمتها سمية لتستحق تكريم الجيش ومال الجيش أصلاً بسمية الحالس هو تكريم البطلة الشهيدة الحية سمية خشاب يا ترى إيه البطولة والتضحية التي قدمتها سمية لتستحق تكريم الجيش ومال الجيش أصلاً بسمية كل حاجة عك وغلط الفنانين بيعملوا محاضرات عن الوطنية والفداء والجيش بيبيع جنبري وطماطم آخرة العك سودة ونهاية وطين وإحنا اللي بندفع تمن العك ده تكريم سمية الخشاب حد علق إيمانة إعمادة هو قالك تكريم من قبل قائد خط الجنبري منزوع الرأس ما الناس يا جماعة برضو لها تسأل جائزة أفضل طلقة مصرية دي والله عيبقى وعلى الدولة اللي بتعملوا ده حزبي والله هي كانت مع القوات الخاصة فعامية القنطرة الأخيرة دي إنما يعني مفيش منطق أنا مش ضد إنك تكرموا فنانين بس يعني سمية عامتي ومش ضد سمية هي عامتي إيه بقى مش كل حاجة لها سبب ولا هو إنما مش ديك مشكلة المشكلة ممكن حد يقولك ده دعم للفن والفنانين أوكي لكن تستغرب له أكتر من موضوع سمية خشاب هو إيه لقى الجيش بالنايل سات يا جدعان قدونا منطق بالله عليكم وحعملونا عن إحنا فينا مخ إيه لقى الجيش بالنايل سات يعني هو هيأمن النت في مصر مثلا القوات المسلحة توقع عقد تعاون مع الشركة المسلحة الأقمار الصناعية النايل سات ليه وعني يا جماعة أنتم مش قلتوا الجيش هيطلع للقصد أصلا مش قلتوا الجيش هيطلع ويسيب الناس تشتغل وتتنفس وقلتوا هنطلع شركتين في البورصة إيه بقى اللي بيجرى ده مش ده بقى ده قلت كمان الخبر اللي جاي الجيش المصري يرفع عمولة إشرافه على مشروعات حياة كريمة إلى 30% هتقولنا عقل في مصر يا أخوانا والله بالله حرام عليكم حرام في وسط العملية إرهابية زي بتاعة شرق القنطرة معركة استمرت خمس ساعات أودت بحياة قائد كتيبة قائد كتيبة يعني حد حد مهم قائد كتيبة زميله في نفس التوقيت بكهرام وسماء الخشاب على إيه ما تفهمش جيش بيقولك احنا نطلع بالاقتصاد وفي نفس الوقت بيشارك نايل سات في إيه ما تفهمش جيش بيبيع شركاته في البورصة وفي نفس الوقت هيرفع أسهمه أو شاركته في حياة كريمة 30% ليه ما تفهمش هو هتفهم حاجة اللي بعده من كام يوم كانت بتؤخد سمص أكبر تجمع عالمي دولي اسمه قمة المناخ وهو يعني مؤتمر مهم جدا مهم لينا جدا انت هتقول انا ماليو من المناخ اللي وقع العمدة تبقى انت غلطان لان المناخ ده هيأثر عينها بعد كده ارتفاع درجة حرارة الأرض دي مشكلة وقلنا قبل كده هتأثر في المياه هتأثر في المزرعات هتخرب بيوت ده غير ان احنا هيحصلنا مشاكل يعني فتعملت قمة في القاهرة او في شرم الشيخ انتهت القمة دي فضايح 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 سيبك من الفضايح اللي حصلت بتاعت البلعات اللي ضربت ولي سيبك من دي مشان كان عديد الوقت لكن الحقيقة انه اللي حصل في القمة دي كان فضيحة بكل المقييس اهو ذا ايرش تايمز كان بتقول الانقسامات العميقة تهدد الصفقة لمعالجة أزمة المناخ نددت أفقر دول العالم بالأسرياء لتأخيرهم العمل ورفضهم تقديم المساعدة المالية لمن يعانون من سوء الأحوال الجوية في التحقيق ده اللي عملته ذا ايرش تايمز ده في حاجة مهمة ان حصل انقسامات عميقة لحد انه المفاوضات اتأخرت يعني تم تأجيل اعلان انتهاء المؤتمر بعد ما انتهى قعدوا كمان الدول الغنية والدول الفقيرة ايه كلاموا يا جماعة ما ينفعش احنا عايزين التعاودات هما كانوا في قمة جلاسكو في بريطانيا السنة اللي فاتت كانوا قرروا انشاء صندوق لجمع تبرعات هتتجاوز الاربعين مليار دولار للدول اللي تعانت اللي منها مصر في صراحة يعني طبعا افريقيا عانت اكتر بكتير احنا قلنا نيجاريا خمسة وعشرين ولاية من تمانية وتلاتين ولاية غيره الصومال كينيا مالي غرب ووسط افريقيا القرن الافريقي اتضمر من المناخ وكتب رئيس اغاندا مقر رائع جبناه هنا فقعدوا معهم قالوا انتو كانوا قالوا هيلموا اربعين مليار دولار هنا بقى بيقولوا في الجرنال ده ان الانقسامات العميقة هددت فرصة الوصول الى الحد من ازمة المناخ حيث كافح المفاوضون لابقاء الدول تعمل معا لمعاجلة الاحتباس الحراري في شرم الشيخ في الكاب 27 اندلع الصراع مليل بين الدول الغنية والفقيرة في يوم مليء بالاحراس الدمية او الدرامية في قمة المناخ ونددت افقر دول العالم بالاسياء لتأخرهم في العمل ورفضهم المساعدة المالية لأولئك الذين يعانون من تقص مدمر بس هنا بقى حصل مشكلة اولا الدول الكبيرة في الدول الكبيرة قررت انها ما تدفعش مش عايزة تدفع يعني جزء من فشل المفاوضات دي جزء كبير بسبب الدول الغنية لكن جزء صغير قد كده بسبب مصر تخيل؟ هقولك ليه اقرأ المخال ده بقى كده بيقولك ساعة الدول الغنية الى المجادلة بان الاقتصارات سريعة النمو زي الصين ومنتج النفط زي السعودية ودول البترول يجب ان تساهم في الاموال بدلا من تلقيها لاصلاح الخسائر والدرام المناخية الشرط الافريقي لكن احتياجات الافرقة تم معاقتها ناشطة من اوغندا قالت كان المفترض ان يكون طول الوقت ان يعوضون يعني خسائر للبلاد اللي احنا ضعيفة لكن بعض الدول المتقدمة هنا في مصر قررت تجاهل معاناتنا ولم نتمكن من ال في المقال ده او في التحقيق ده بيتكلموا نصا كده ان مصر تقدمت باختراحات منفردة للتعودات انا بتكلم علي هنا ما ليش علاقة انا مجيبش كلام من عندي بازز الحكاية يعني ورغم ده غير التعليقات الرسمية من الاموالتحدة والاتحاد الربي اللي عبروا بالواضح كده عن خيبة املهم في نتائج قمة المناخ في مصر خيبة امل حيال نتائج قمة المناخ بشأن الانبعاثات الاموالتحدة طلعت بيان وقالت ان يعني احنا خاب املنا وكان غير كافي ولا يمثل جهد ان اضافيا وزي ما قولنا ان السيسي كان هدفه الاكبر في القمة دي انه يطلع باي سبوبة زي السندوق اللي اتعمل لمواجهة الخسائر المناخية اللي قسته قمة المناخ اللي بيضمه مصر الكابتون سابن يقارد تأسيس سندوق جديد جديد ما هو كان فيه سندوق في جلاسكو عبر لجنة جديدة تضم مصر ده بقى اللي ضرب السين في قصة كلها يا عم بهم اتفقوا في جلاسكو بريطانيا انهم يعملوا صندوق يليموا فيه فلوس للدول المتضررة من المناخ راح السيسي المرة دي قالك نعمل صندوق جديد تبا احنا كنا خلصنا الصندوق القديم هنا بيتقال في الجرائد العالمية ان مصر تعاملت مع هذا الاختراح بشكل منفرد وكان الموسفيني قال للأسف هناك نزرائي نزرائي عن الرؤساء اللي زي بيتسولوا بدون شرف ولا وطنية اعلام السيسي اللي احتفل على انه في صندوق وان ده انجاز تاريخ اسمع صندوق الخسائر والاضرار ده ضربة معلم يعني ده كون مصر استطاعت ان هي تضع موضوع صندوق الاضرار والخسائر على جده الاعمال ويبقى موضوع مفتوح للمناخشة ده نجاح ليه الرئاسة المصرية وبنعدي كل يوم بلدنا احسن كل يوم بلدنا احسن ده اتعامل انجاز تاريخ المؤتمر المناخ ده كانوا عايزيني بوزولك مؤتمر المناخ انت فاكر عادينا ايه الحمد لله نجاح كبير اشهادة هائلة العالم كله تكلم عنك العالم كله جالك ما حصلش ولا مشكلة الا اللي هما كانوا عايزين يعملوها ومنك حوش وخلص المؤتمر بألف خير انا نفسها فلازي بتجيب دم منين شفت الانجازات اتعامل مؤتمر والناس كلها شارت بيها والناس كلها لابت معانا ايه المشكلة هما كانوا عايزين يعملوا معنا نجي حوش لأ هو مش دال انتوا كنتوا مستنينه انتوا كنتوا مستنين مليارات انتوا كنتوا مستنين سبعين مليار انتوا بس في الحقيقة فيش انجازوا لأي حاجة للأسف يعني انا عايز اعطس انا بقوم العطسة ملوش علاقة مع احمد موسى وهو ملوش علاقة يعني بس كل ده بقى بلح الحقيقة قالك ترى انا بسندوق بلح ترى انا بسندوق بلح لان السندوق معمول من القمة اللي فاتت في جلسكو ومعمول نفس المهمة اهو يا عمي احنا هنبعد ليه سكاي نيوز في 28 اكتوبر 21 التحدي الكبير ماذا ينتظر صندوق المناخ من قمة جلسكو لا يا عمي ما تقبلش ما يقولها حاجة حتى لو تصدق اين مشكلة ده تصرف طبيعي يا عمي بشير الناس عادي بتعتص في الحفلات وفي الاوبرا بيعتصوا وفي المساجد باين مشكلة يعني ايه القضية يعني سمير تنطوي استشاري تغييرات المناخية والمؤلف الرئيسي مع الهيئة الحكومية ده وليه المعنية بالتغييرات يشرح دور صندوق المناخ الأخدر والعقبات التي يواجهها في سبيل يعني فيه صندوق قال لك عملنا صندوق يا عمي صندوق معمول من قمة جلسكو والصندوق ده زيادة بقى الخبر كان يتحط فيه 40 مليار انتوا تحكوا عن الناس لأ ويطلعوا لك ايه 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 ايوا وبعدين انتوا فين الفلوس بقى حاسستوا الناس المصريين انه هيجيلنا 40 مليار وهنحط في جيوبنا والمشكلة مش مصر المشكلة افريقيا متضمرة بقولك نيجيريا 25 ولاية غرقت من السيول بقولك القرن الافريقي المجاعات والجفاف فيه رهيبة بقولك غرب افريقيا متضمر وانت جاي تقول لي اه عملنا صندوق ونجحنا في صندوق وطلعنا من الصندوق وده قلنا صندوق دي انجازاتها مش انجازات ايه ويعمل لك كده امعرفش الراجل ده ازاي بيقابل صحابه ده عمل زي صاحب اسموه المغني بتاع اسكندريا ده حمو بيكا حمو بيكا واقف مع عمر كمال والمصحب عمر كمال بيقوله انت بتطلع قد ايه 45 دي اقال له مفيش كلام ده حمو بيكا اقال له مفيش كلام ده فعمر كمال قال له ما تبطلع تغني قد ايه قال له ساعة لربع فعمر كمال قال له ما هي الساعة لربع ايه 45 دي اقال لأ مفيش كلام ده خالص هي ساعة لربع فعمر كمال قال له ايه ما هي 45 ده هو الساعة كام قال له ما ليس هيه معرفوش هو ساعة لربع مش المشكلة بقى يعني مش المشكلة ان عمر كمال بيقوله بيحاول يفهم حمو بيكا ان الساعة لربع هي هي 45 دقيقة مش دي مشكلة المشكلة صاحب حمو بيكا قاعد يقوله اه يا عم لك شعر الناس دي احمد موسى عامل كده بقى عامل زي صاحب حمو بيكا يا عم اهدى شوية صاحبك غلطان بيلك بص بص عملنا المؤتمر واخنه ونجا وكانوا عايزين يفشلوه طيب ومعدين فين بقى المؤتمر فشل فشل اولا مش بسبب مصر الامانة يعني بسبب ان الدول الغنية مش عايزة تطلع ايه اول مقطع ده في ايرش تايمز ترجم بقى يا حبيبي ترجم بقى اولا المؤتمر ما فشلش بسبب مصر بس للامانة يعني لكنه فشل بسبب تراجع الدول الغنية وانا قلت الكلام والمصحف قلت الكلام ده قلت لكم مشكلة السيسي انه فاهم ان دي على طريق عباس والسيسي مع بعض يا عم فوس عندهم زرز يدفعوننا 40 مليار هو كده كده بيبص الناس كده يا عم دي دول بتحكمها اسمها ايه دي انتخابات وجهات رقبية ومش كده مش عبي وبتاع لا وما دفعوش حاجة مش عايزين يدفعوه اول حاجة مشكلة ان الدول الغنية مش عايزة تدفع تاني بقى مشكلة سببها السيسي انه قدم اقتراحات على فردية يعني مع نفسه كده راح اوكي عايزين احنا نسيبك من افريقيا عايزين يا عم 45 50 مليون ولا حاجة اهو مضايقات واستجابات الرقابة الامم الامم المتحدة تنتقد ترهيب مصر سيبك هي تحولت لكده تحولت لقمة حقوقيين هم تحولت لكده وانا ظني واغلب الظن اثن او بعضه يعني اغلبه كويس انا ظني انه حكاية علاء عبدالفتاح هاصد في قمة المناخ انا ظني انه جزء منها حقيقي بس جزء منها ان الدول الاوروبية كانت عايزة تخلع من قصة التعويضات دي يعني كانت محتاجة تهرب من مسؤوليتها تجاه الدول الافريقية في الايرش تايمز كاتبين انه مصر قدمت اختراحات فردية يعني داخلت مع الدول الغنية كده قدمت لهم يعني عايزين احنا احنا اولى بالترالاملم ده اهو هي كاتبة كده البتاع دي الايرش تايمز كاتبة كده بالنص يا عمي انا مليش علاقة بتقول تعرض المضيفون المصريون لانتقادات شديدة حول اساليبهم في التوسط في صفقة من خلال عرض مسودات النص النهائي على بلدان مختارة بشكل فردي بدلا من السمح لهم بالعمل معا مما وصفوا احد المندوبين المخدرمين بانه غير شفاف ولا يمكن التنبؤ به و فوضوي انا قلت الكلام ده قبل كده الدول اللي جاية دي مش هتديك لله ودي دول استعمارية اصلا والفلوس مش عندهم زي الرز كده يا عبي عبي وخد شيل مين اللي هي ضريع من كده فرنسا ده الرئيس الفرنسي لسه مسكوع ألم من واحدة ستة في المظاهرة حيات ربنا ما خده حرامي من مغبر يا راجل حرام عليك ده ده لو ممسوك بجازمة في مسجد بيسرق جازمة ما كانش تعامل في ماكرون تعامل فيه الاسبوع اللي فاده خد ألم الستة تعافت عليه ونولت له ألم ألم يتعيق لي نصف سنان ماكرون قطع الأرض والله العزيزي اتحاول بعدها ثلاث دقايق دي دول يا عمي تشارلز لسه مضروب ببيض هو ماشي في الشارع لا هو ده الفيديو هو ده للستة ولا بتاع الواد طب نشوفه كده مع بعض الشوف الستة تعافت عليه معافاة ورعت وغداء بص هو ده لا لا ده بتاع الولد يا علي قلتلك لا يا علي انت علي الله خلي أنا شفت الزاول لا لا أنا لو قلت الكامل تلتوا على التعالي يا وده يفتكروك متخلف عقلياً قال لك وربي شعره افتكرت وقى ست نعم من ناس عاملة دفاير في الشوارع لأ لأ فيه آلم تاني خده ده آلم الواد ده ما خدش فيه ثلاث ساعة ودخارن لأ فيه آلم خده من ست حقيقة ست عافت عليه جابته آلم لولا الحرس كان زمانه طار تلاتة متر دي دول يا بوي بيترائب وتهزق وتمسع بها هو فاك انهم هيعبولوا فلوس وقال لك استضيفهم ويمكن لو طلعت لهم أربعة حتة جيبنا مسلسات ولا حاجة ممكن الناس دي تلين معايا دماغها اهو مصر فشلت في الآخر مش مصر قمة المناخ يعني فشلت في الآخر زي بقولك اهو اهو دي قمة المناخ فشلت في انقاذ الأرض الناس كلها طلعت قالت لنا انت فشلتوا وعليه العوض ومنه العوض وقالي الفيديو يا عم قالي الفيديو يا عم لو انت عايز اهو خد يا عم عالي اهو عشان بس تعرف انك انت شخص نايم على ودانك واللي نايم على ودانه فاكر ان ربنا يعني هنصفه مش هيحصل مش هيحصل المهم يعني الحقيقة ده الجرافة اهو فشل مهمة انقاذ الأرض قال الأمين العام قالك مؤتمر مناخ فشل في وضع خطة لخفض الانبعاثات فضيحة عالمية الأمم والتحدة قالت رقابة وترهيب لحقوقيين قالت قمة العفو الدولي قالت مصر فشلت في تجميل وجهها بقمة المناخ سوق تنظيم وإهدار المليارات الجاردين قالت التنقل فوق السواء الكريهة فوكس نيوز قالت عدم توفر الدرات الأساسية من طعام ومياه بوليتيكو قالت انتزاز النشطاء تمويل دولي وزيرة التقديد قالت توقيع اتفاقية ب83 مليار النهاردة بتكلم على 18-15 مليار بس ده خدوها قروض ميسرة للمناخ في مصر بشكل فردي وده اللي تكلموا عنه الناس يا حضرات ببساطة يعني ببساطة ببساطة شدية جدا الدنيا فهماك والدنيا مش عبيتة لدرجة ان ولاد العام في إسرائيل طلعوا وطلعوا فيديو عن قمة المناخ وجابوا ان السيسي الترياء عليه فيه فيديو الحقيقة تحية لصناع البرنامج ده أنا بصراحة يعني خليني اقول مهنيا عجبني السكريبت اولا هما مدخلينه على دبابة صغيرة وهو داخل بالدبابة الستوديو لكن الممثل اللي قلده رائع رائع جدا السكريبت كمان رائع يعني السيناريو رائع جدا وبدون ابتزال بدون ابتزال طلعوا شخصيته والممثل ده ممثل كويس قوي لانه ليه فيديو تاني بيقلد عمر أديب الغريب انه هو اجات في تقليد عمر أديب بالزبط واجات في تقليده للسيسي وعنده حتة حرفية في التمثيل كده انه بيمسك المايك ويبوس وراء زي ما السيسي بيعمل في المؤتمرات والموضوع نفسه الطريقة الكلام اضافة الجمل السيسي اللي داخلها ببعضها فهم قفشوا السيسي في الحتة دي وده كان تعليقا على مؤتمر المناخ انه ولا حاجة ولا حاجة ومصر دفعت المليارات دي بس بسببين سبب مش مصري عشان بس يكون أمين ان الدول الكبيرة تخلت عن التعويضات للدول المصابة بارتفاع او بالحجابات الحراري او يعني اتضررت نتيجة الحجابات الحراري والسبب التاني مصر ان السيسي قدم قايمة منفردة تبقا لجريدة دا ايريش تايمز مش لي انا خالص وتبقا لكلام الرئيس الأغندي موسوفيني في جريدة نيويورك تايمز انا دا مش كلامي ان مصر تسولت وقدمت قايمة تسول منفردة وده أمر كان مهين من وجهة نظر الرئيس الأغندي موسوفيني تبقا لمقالته في 11-11-22 خليني نطلع فاصل ونكمل اهلا بكم الحقيقة النهاردة وكل يوم هنتابع معاكم كاس العالم مش هنغفله لانه دا حدث مهم وفي حاجات ربما مهمة سياسية او ثقافية او حتى رياضية بس قبل مبدأ الفقرة دي واتقابل مع ضيوفي خليني يعني اتمنى الشفاء العاجل اللي لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني اللي أصيب النهاردة إصابة يعني صعبة جدا بعد استضامه بالحارس السعودي استضام يعني يا رب يكون عداه كويس أنا لانه حتى في الإعادات لما شفت الصدمة الخبطة بينه وبين حارس الحارس السعودي طبعا الحارس ما يقصتش إنما كانت صعبة جدا وخرج على إثرها ياسر الشهراني من الملعب مصاب نسأل الله أنه يكون تمام النهاردة الحقيقة كانت أربع موتشات انتهت الموتش الأخير كما أخبرني زميلي بفوز فرنسا وفرنسا كان فوز مضمون لأنه يعني فرنسا بتقابل منتخب ما هوش يعني قوي إنما إنما ملاحظ إنه أداء المنتخب القطري لم يكن على المستوى خالص أنا كمان عندي انتقادات لأداء المنتخب التونسي ما قدمش المستوى التونسي اللي كان أو اللي كنا متعاونين عليه إنما أنا لحظت حاجة في المنتخب السعودي في المنتخب السنغالي والمنتخب التونسي باعتبار ان احنا قابلنا المنتخبين دول في التصفيات لحظت انه الفرق بتاعتنا بنيجي قدام بعض ونستأسد قوي يعني المنتخب التونسي قدام مصر قدم كرة عالمية لكن النهاردة قدم كرة مش قوي يعني قدم مستوى رجولي لكن كرة القدم مش بس رجولة يعني مش بس قوة وصلابة والياقة بدنية لا كرة القدم فيها خطط فيها مستوى كويس النهاردة ما شفتش ده من المنتخب التونسي مفاجئات كبيرة في مونديال قطر كان اخرها الهزيمة بتاعت الارجنتين قدام منتخب السعودي انا بقولك بجد المنتخب السعودي قدم مباراة هي الافضل في تاريخ المنتخب السعودي كله من مونديال 94 وهذا الاداء اصبح حديث السوشيال ميديا عربيا وعالميا ولسه بكر المرة تانية المنتخب القطري قدم ده ضعيف جدا والمنتخب التونسي رغم ان الدنمارك كانت صعبة لكنه ما قدمش انا ما شفتش مستوى تونس اللي قدمته قدامنا حتى المنتخب السنغالي في اسماعيل يسار او اسماعيل اليسار ده اللي هو الجناح الشمال في المنتخب السنغالي اللي صال وجال قدام مصر ما شفتوش ما يا عم الراجل راح فين ما اختفى ايه بقى فرص المنتخبات العربية تحديدا في البطولة وايه هو مستوى انا قلت رأيي بس جايزة اكون غلط خلوني اناقش الاراء دي مع ديوفي وديوفكم الاستاذ مازن نعيم الناقد الرياضي واستاذ مازن اهلا بيك مصر خير استاذ محمد تحياتي لحضرتك ايضا معايا الكابتن ناصر صادق الناقد الرياضي والحكم الدولي السابق كابتن ناصر اهلا بحضتك كابتن ناصر هل تسمعني طيب لحد ما ييجي كابتن ناصر خلينا نبدأ مع الستاذ نعيم والستاذ نعيم سؤالي كيف حتى الان ترى سيبك من الحفلة الافتتاح وتنظيم هل في حاجة يعني التنظيم هنبقى النقش مع الكابتن ناصر لكن الى اي درجة قطر قدمت مستوى كويس في الماتشات او الماتش اللي لعبته يعني خيبة امل للجميع كان اداء المنتخب القطري في مباراتها الاولى امام منتخب الايكوادور كنا نتوقع ان يقدم المنتخب القطري المستجم عادة كنا نعرف ذلك مع مدربه طبعا فيليكس سانشيز هذا المنتخب يلعب منذ اكثر من ثماني سنوات مع بعض فهناك تناغم لكن للأسف عندما اتى الموعد المنتظر وهو لقاء الافتتاح في كأس العالم كان الاداء لا يرتقي لمستوى مبارات كأس العالم وكان هناك خوف عند لعبي قطر هناك رهبة من هذا الجمهور هناك رهبة من ان هذه هي المبارات الاولى وبالتالي استطاع منتخب الايكوادور ان يستغل هذه الحالة المتوترة عند منتخب لعبي منتخب قطر ليسجل هدفين ويكون هو يحصد النقاط الثلاث كنا نتوقع ان يكون اداء قطر وهي التي تحصل على النقاط الثلاث في اولى مباريات هذا المونديال غير مبرر طبعا الاداء الذي ظهر به المتخب القطري الصحافة القطرية والصحافة العربية صبت انتقادات كبيرة على اداء المتخب القطري لان هؤلاء اللاعبين ليست هذه مباراتهم الاولى يعني اللاعبين منتخب قطر انما هم معتادون وشاركوا في عدد من البطولات حتى في امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية وهم ابطال اسيا والساز مازين على ما اذكر هم ابطال اسيا وهم حاملون لقب الاسيوي عام 2019 عندما كانت البطولة في الامارات ولذلك كانت مفاجئة لداء القطري وطبعا فوت المنتخب القطري على نفسه فرصة الحصول على اسهل ثلاث ميقات في هذه المجموعة لانه بعد ذلك سيلعب مع السنغال ويغتت المشوارهم مع هولندا وبالتالي اصبحت الامور اصعب واصعب وضيق الخناق على نفسه المنتخب القطري في هذه المبارات الاولى التي كان بالإمكان ان يفوز بها لأن يكون هنا طبعا المنتخب الإيكوادوري رابع أمريكا الجنوبية الذي تاهل أيضا ولكن أيضا كنا نتوقع أن يكون قطر أو يكون المنتخب القطري هو المتسيد لهذه المبارات 곧 انه يلعب على ارضه وامام جماهيره وفي مبارات افتتاحية بعد حفل الافتتاح كنا نتوقع أن تكون العزيمة القطرية واللاعبين المتخب القطري جرأة اكبر في هذه المبارات الافتتاحية لكن لا نعلم لماذا هذا التراجع الذي كان غريبا بعد الشيء في هذه المبارات وهذا المستوى الذي ظهر عليه المنتخب القطري في هذه المباراة الافتداحية أقول بأن هناك بعض مبارتين هناك مجال التعويض لا أعلم المباراة أمام السينيجال صعبة أصعب من مباراة الإكوادور والمباراة أمام هولندا ستكون أصعب وأصعب لا نعرف ولا يمكن أن نتكهن بنتائج المباريات المقبلة ولكن لا شك بأن المنتخب القطري ضيع على نفسه نقال ثلاث كانت بالمتناول طيب خليني أستقبل أستاذ كابتن ناصر الصادق الناقد الرياضي والحكم الدول السابق كابتن ناصر أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أستاذ نحمد بكل سابق مشاهدي معلش أنا عندي سؤال لك كابتن ناصر يعني أنت روحت للملعب يعني حضرت ماتش في الملعب شفت الافتتاح بالملعب نعم أنا حضرت الافتتاح وحضرت مباراة الأمس بين السينيجال وهولندا بالملعب أيضا يعني طب معلش أعادني بقى في الملعب دلوقتي يعني أنا دلوقتي عايز أنا أقوم الجمهور أنا ما روحتش وما شفتش عايز أقعد في الملعب يعني حكيلي الكورسي إيه بقى الشنطة اللي الدهالكو دي وهل وزعت على كل الناس ولا كانت ناس وناس وإيه حكاية الكورسي اللي بهو مكيف يعني أعدني في الملعب لا طبعا مش كل الناس خدوا شنطين لضيوف في خطر يعني في الفي آي بي والضيوف اللي شرفوا خطر في المفتتاح وأنا يمكن تقابلت مع ناس كتير منهم ضحوكم عامر الصحفي قطر مساهلة كل حاجة مجهزة كل حاجة يعني أفضل كلمة سمعتها مبارح عن التنظيم يعني قطر هي فازت بكأس العالم في التنظيم فازت قبل أن تبدأ البطولة طيب في التنظيم بس عب التنظيم كلمني عن نعم رئيسة الحد أفريقيا أحمد ولديح قال لي أحسن بطولة كأس العالم شفتها حتى الآن عائل الحاجة ديوف نجم منتخب السنغال السابق قابلته وسألته بشكل مباشر قال لي أفضل بطولة شافعة في كأس العالم قال لي نعم وطبعا ده كان انطباع كل الناس إيه اللي في التنظيم يا أستاذ كابتن ناصر إيه اللي في التنظيم سريعا يعني حكيلي عن التنظيم تنظيم البطولة الملاعب سهولة الدخول يعني أقول لحضرتك إمبارح مثلا الملعب كان فيه نحو 80 ألف وكان فيه إنسابية في الدخول والخروج طبعا إنت لو شفت الملعب مجهزة إزاي من بره ما أنا عايز أشوف ما أنا بكلمك عايز أشوف يعني بص هنتوقع هنتوقف كده من أول الطرق الطرق صممت على أعلى مستوى يعني ملعب البيت اللي مشاهد لفتاح ده تم تحديث طريق أو عمل طريق جديد كان موجود قبل كده لكنه لم يكن حرات كبيرة أعتقد خمس أو ستة حرات اتجاه رايح واتجاه راجع من الدوحة يسموه طريق الخور السحلي بالإضافة لطريق الشمال اللي هو أصلا حديث وبيوصل للخور لكن الطريقين دول شكلوا مع بعض يعني نقول يعني معبرين للملعب سواء للدخول أو الخروج على أعلى مستوى الباركين بتاع السيارات عاملين مساحات شاسعة يعني سواء في ملعب البيت اللي أنا روحته أو في ملعب موسيل وبعدين الاستداد أول ما يمين أول ما تدخل كل حاجة معمول حسابها من أول ما تدخل حتى السيدات اللي معاهم أطفال في عربات للأطفال حتى الأطفال اللي هم الرد أو الصغارين اللي ما قدرواش يمشوا في عربات اللي هي سموها الكراسة المتحركة مش لزولة احترامات الخاصة بس لأي حد ما يقدرش يمشي في حتى سيارات الغولف دي لو حضتك يعني شفتها هناك مدى كسفتها ودي مش لخدمة بس بضيوف الكبار أو في عي بي لخدمة الجمهور العادي اللي ما يقدرش يمشي أو اللي هم ضيوف كتر اللي هم بيركنوا بعيد شوية ممكن يجي إركابوا اللي هي سيارات الغولف الملفت كمان إن مش أي حد بيسوه من سيارات الغولف دي أنا شفت شخصيات يعني في مناصب مرموقة لكنهم بيحبوا بلدهم ومستعدين يخدموا في أي مكان فكانوا في بعضهم بيقود سيارات الغولف بعدين تدخل الملعب يعني تحفة فنية ومعملية من بره ومن جوه يعني بصراحة يعني شفت الملعب ملعب البيت من بره من بره كمان كانوا عاملين فيه استعدادات خاصة كمان وحاجات كده حاجات يعني تناسب الطبيع العربي والشرقي بالإضافة بالإضافة لجودة المل لجودة مقاعد الجمهور للمكان اللي كان فيه اللي هم كان فيه ضيوف كطر اللي هم الفي آي بي اللي هم الفي آي بي اللي هم كان قيادات الدول والناس اللي كانوا مسؤولين بالنسبة للمقاعد التكيف فيه نوعين من التكيف في الملعب فيه تكيف للملعب نفسه وده بيطلع من أطراف يعني حوالين الملعب اللي هو الجدار اللي حوالين الملعب كده بيطلع منه وده بيحسس العائبة حتى ودرجة الحرارة مهما مبلغت أن الجو يعني جميل فيه تكيف تاني بالنسبة للجمهور ده بيطلع من تحت المقاعد كده بشكل ما يزعجش الناس في نفس وقت يحسسهم أن الجو لطيف طبعا المخارج والمداخل للملعب كانت كتيرة جدا بحيث أنه يبقى فيه سهولة في الدخول وسهولة في الخروج ويمكن أنا قابلت المرحل الكابتن أو أول المرحل كابتن عمد أبو تريكا وكان سعيد جدا بالافتتاح يعني شفته وقرأت له حتى تحليلاته طيب خليك معايا كابتن ناصر أروح مرة تانية الكابتن الأستاذ مازن أستاذ مازن كلمنا عن أداء قطر وقلنا أنه مخيب للأمال والطموحات لكن كلمنا النهاردة عن أداء تونس ما هو تحليلك لأداء تونس يا أستاذ مازن ربما أتفق معك بما تحدثت به عن أداء المنتخب التونسي في النقاء أمام الدينمارك حيث كان من المتوقع ربما أن يقدموا أداء أفضل خاصة في أشهر الثاني من هذه المباراة وربما كان بإمكانهم أيضا حصد نقاط الثلاث على غرار المنتخب السعودي الذي فعلها قبلهم وربما بحسب تحليل الشخصي فوز المنتخب السعودية في المباراة السابقة وضع ضغطا أيضا على لاعب منتخب تونس لأنهم أصبحوا يريدون ربما أن يجار النسق الذي كان عليه المنتخب السعودي بحصد نقاط الثلاث ولكن لا شك أيضا بأن منتخب الدينمارك رغم أنه في الشوط الأول كان يمكن ضائع عن تائهم بعض الشيء لكن في الشوط الثاني هناك لديه عناصر كبيرة ومخضرة ما تلعب في الدوريات الأوروبية أما المنتخب التونسي أيضا في هذا اللقاء تعادل يعني النقطة أفضل من لا شيء أفضل ما هي معايا مازين بس أفضل من لا شيء لكن أنا حسيت بمشكلتين في المنتخب التونسي أول مشكلة فنية أني أنا أشعر بجمل يعني بأنه في جمل فيه تاكتك بيتعمل يعني ما شفتش ده خالص ده رأيي أنا بقول رأيي قد يكمش صحيح بالمناسبة لا بأيي مسألة الضغط الذي يعني واضح بأن المنتخب التونسي كان يعاني من الضغط خاصة في الأمتار الأخيرة أمام المرمى ما لسه أقول لك النقطة التانية بقى النقطة التانية شعرت أني فيه ضعف في اللياقة البدنية كتيرة أنت بتلعب على الهجمة المرتدة في أوقات كتيرة من الماتش لعبوا عليها طيب الهجمة المرتدة محتاجة لعبين قدام عندهم لياقة تكمل أنا شفت أكتر من هجمة كانت ممكن تعمل حاجة لكن اللاعبين الأمتار الأخيرة تفاجأ اللاعب ينهار تماما فكريا وعضليا وبتتدي يعمل أي حاجة بحيث أن الكرة تتخلص منها وكأنه عبء عليه هذه الهجمة ممكن يكون خطأ لكن في تقليمك ما هو رأيك أو تحليلك لده أستاذ محمد فنيا لا يمكن أن أنتقد المتخب التونسي ولكن ممكن أن أنتقد الذهنيا عند اللاعبين يعني هم طبيعيا عندما يذهبون إلى كأس العالم يتحضرون قبل ذلك فهم جهزون بدنيا إنما نفسيا وذهنيا في هذه المباريات يحتاج أيضا إلى تحضير وأعداد في بعض الأحيان يعني يتم تجاهل الأمور الذهنية في مقابل الأمور الفنية وأين تظهر هذه النقاط في المباراة عندما تجد بأن المنتخب يستحوذ على الكرة يقوم ببناء الهجمة وبعد ذلك تضيع أمام المرمى بشكل غريب هنا نعلم بأن نعلم بأن الحالة الذهنية ربما هناك ضغط على اللاعبين في مباراتهم الإفتاحية وربما أكون صائبة بمسألة أن نتيجة مباراة السعودية وصلت إلى لاعب منتخب تونس هذا يجعلهم يفكرون أكثر في أن يقدموا أداء مشابها وأن يحاولوا الفصول على النقاط الثلاث في بعض الأحيان تلعب عاملا عكسيا على اللاعبين خاصة اللاعبين العرب ولكن هذا ليس مبررا لمنتخب كمنتخب تونس شاهدناه عندما كان في التصفيات شاهدناه عندما كان في المباريات المؤهلة كان بالإمكان للمنتخب التونسي أن يقدم أداء أفضل أيضا على ما تستفهم على الإعداد الزهني للاعبي المنتخب التونسي هل كانوا مركزين أكثر في هذه المباراة هل يفكرون في المباريات المقبلة لديهم أيضا مواجهات أمام أستراليا وأمام أيضا المنتخب الفرنسي بعد ذلك وبالتالي الأمور ربما تصبح صعبة في المباريات المقبلة أضعوا نقطتان كسبوا نقطة ويبقى العمر متروك للمبارتين المقبلتين بالنسبة للمنتخب التونسي طيب أروح لكابتن ناصر كابتن ناصر إذا خرجنا من الاستوديهات أنا أقول لك رأي وبرضو كان أكون خطأ وأنا برفع عنك الحرج وشفنا التقنيات اللي في الملعب أنا شفتها وشفت السكاي كام بتلعب دور مهم جدا في النقل التلفزيوني وتحسيك أنك أنت في الملعب فعلا شفنا التقنية الجديدة التكنولوجية اللي بتاعت ضبط الأفسايد اللي ألغت هدف أمام قطر لإكوادور أمام قطر بدعوة الأفسايد وشفنا بعد كده التقنية اللي ضبطت دي تقنيات جديدة دخلت الآن في التلفزيونات في الدورة دي لكن سؤالي بقى نترك حتى في بعض الماتشات كان المخرج مخاصم الجمهور لا أدري ما السبب يعني لكن بصرف النظر عن نقل المباريات وعن التقنيات التكنولوجية داخل الملعب أنا أتحدث الآن على التحليل التلفزيوني أنا ليه رأيي أن التحليل التلفزيوني أضعف بكتير جداً من البطولة أضعف شيء حتى الآن من وجهة نظري ما هو تعليقك على التغطية التلفزيونية بعد وقبل المباراة؟ يعني إيه التغطية التلفزيونية؟ يعني الستوديوهات التحليلية الستوديوهات التحليلية التعامل الأوقات المقصصة للتحليل التلفزيوني يا فندم إزاي ده يعني أنا عايز أقول مثلاً هنتكلم عن الوكيل الحصري في الشرق الأوسط والمنطقة العربية لكأس العالم بينسبورت بينسبورت عاملة كل خارجتها البرامجية لكأس العالم إزاي؟ قيبة نجوم أنا ما قلتش لا أنا ما قلتش لا أنا بأتكلم عن مستوى أنا لا أتحدث عن الكم لا هي مخصصة بينسبورت بتاع ترياض لكن الطريقة التناول البرامج يعني أنا لما شفت التناول التركي لكأس العالم لا أسخن وأقوى بكتير جداً من تناول بينسبورت أنت ممكن تختلف بحياً أنت أقول لي إيه وجهة نظرك؟ لا أنا بصراعة شايت أنا ما شفتش التركي ولا شفت أنا بشوف بينسبورت فقط وشايف أني بينسبورت أصلاً يعني دايماً بتقدم مستوى متميز سواء البطولة في قطر أو غير قطر يعني بالعكس إذا أنا شايف أني بينسبورت في قطر مركزة أكتر وجايب كم نجوم وفي زحم كبير جداً بيمثلوا طب معلش طب معلش طب معلش أنا معلش ما نعرف أنا بصرف النظر ما نعرف أن هما جايبين كاكا وجايبين يعني أعلى مستويات في العالم أنا أبتحاد خليني أبعد طب شوية عن مثلاً مثلاً في ماتش تونس النهاردة في ماتش تونس النهاردة كان فيه معلق أحمر الطيب حقيقة أنا أتمنى من ربنا ما سمعوش تاني يعني ما شوفهوش تعليق تاني لأن هذا الرجل ترك ترك المباراة وفنيات المباراة ليتفرغ لاستعراض معلوماته عن المنتخب التونسي وذكرياته يعني إلى أي مدى أنت تقيم نعم أنت أعظى حولك مش التغطية أعظى حليك التعليق أنا ماشي يعني ما كلمت طي تخلينا في التعليق أولاً كابتن أحمد طيب ما بيعلقش في سبورت أنا أعرفه أن قناة الكاس وقد المباراة هو بيعلق هناك في قناة الكاس ثانياً أنا أختلف حضرتك شوية أن كابتن أحمد طيب من أفضل معلقين أنا شخصياً أنا لعبت كورة وحكمت كورة ودربت في الكورة شايف أنه أكثر المعلقين فهماً للكورت القادمة ممكن يكون عنده ما يشتغل محلل ما يشتغل محلل رياني لا ما هو إحنا محتاجين بالعكس أنا شخصياً أحبز أن المعلق يكون فاهم في الكورة بقول لك يا كابتن ناس بقول لك ما عليش أقطعك أنت فاكر الكابتن علي زيور طبعاً الكابتن علي زيور أنا قابلته وأنا لعب ناشئ في نادي مينة حدوية علي زيور رحمة الله علي زيور رحمة الله عليه في أحد اللقاء التلفزيونية كانوا جايبين له المعلقين وقتها الشباب كانوا جايبين له بقى يعني الكابتن محمود بكر وغيره يعني فجاء عند محمود بكر بيسألوه إيه رأيك فيهم فجاء عند محمود بكر قال هذا الرجل يصلح كمحل الرياضي وليس معلق كورة لأنه بيستغلك في التشكيل في الفنيات وفي التشكيل وفي الحاجات دي السؤال يعني ما هو تعليخك على مستوى التعليخ على مباراة الكورة أنا يمكن شفت يعني شفت يعني شفت التعليق بزاوية أخرى غير لحضرتك يمكن أن تشوفها أنا شايف إن مستوى التغطية والتعليق والنقل التلفزيوني وكل ما يحب المطورة هو مثال يعني يعني أنا أنا أقول لحضرك أنا قبلت ناس كتير على مستويات مختلفة سواء إداريين مسؤولين كبار في الاتحاد الأفريكي في المدربين أنا ما أنا عارف أنا بكلم على النقل التلفزيوني يا كابت الناصر يعني السعودية مثلا السعودية كانت بتنتهج نهج كده إنها في أيام الحج كانت بتجيب معلقين مصريين وتعمل آآ إذاعة مشتركة ما بين المصريين والسودانيين وال أنا قعدت أفكر لماذا لم تهتدي بين سبورت إلى مثل هذه الفكرة ويبقى اللي بيدير السوديو الرياضي والتحديد الرياضي موزيع سوداني موزيع مصري موزيع ليبي وهكذا وتجمع العرب موزيعين القطريين اللي إحنا يعني خلاص بالعكس الموجودين الموجودين ما شاء الله ناس على أعلى مستوى يعني أنا شاف مثلا الإمبارح كابتن أبو الدريق كان مقابدته أول إمبارح كان خارج مع كابتن محمد سعدون الكواني وهو من أفضل الشخصيات اللي أنا على المستوى الشخصي أنا أنا أسمع عنه وأعرفه وأعرفه وفي نفس الوقت هو من أفضل المعلقين والكوادر المميزة وبعدين بين سبورت أصلا من أكتر القنوات اللي عندهم تنوع في الموزيعين بدليل حتى عندهم زميلنا الأخ أحمد فؤاد وهو موزيع لو حدفت أصد الموزيع اللي هم قد اللي هم موزيع التحليل الرياضي التحليل عندهم أحمد فؤاد من المصري وعندهم حتى موزيعين جدد جابوهم بصريين وموزيعات بيقدموا البرامج جايبين موزيع موزيع لبناني عندهم أعتقد ليبي موزيعين ليبيين وتوانسة ومغربة عندهم كل على أي حال لسه بدري يمكن على دي لما نشوف لآخر البطولة طب خلينا أروح لكابتن مازن أستاذ مازن أستاذ مازن بعد ثلاث ماتشات كانت ترى فيهم في عربية زي السعودية قطر تونس اسمح لي أقول لك وجهة نظري أو انطباعي قد أكون برضو مخطئ وتصلح لي زي ما عمل كابتن ناصر صادق كده أنا رأيت أن خطوط الدفاع في الفرق العربية بتتحمل العبء الأكبر من خطوط الهجوم والوسط إلى أي مدى وجهة نظري دي غلط أو صح؟ هذا الشيء طبيعي لأنه عادة المنتخبات التي تواجه المنتخبات العربية هي التي تبادر للهجوم وبالتالي يصبح الضغط أكثر على خط الدفاع الذي يتحمل أكثر من 70 إلى 75 من الضغط عليه لأنه كما ذكرت لك من النادر أن نشاهد المنتخبات العربية تبادر إلى الهجوم اليوم السعودية كسرت هذه القاعدة وهاجمت المنتخب الأرجنتيني ولكن نعم يعني يتحمل خط الدفاع يتحمل حارس المرمى جزءا كبيرا من الضغط كون أغلبية المنتخبات العربية تنتهج نهجا دفاعيا ولا تغامر بالهجوم وذلك لأنها تخشى بأن تتلقى الأهداف وتصبح المهمة أكثر على عاطق خط الدفاع وحارس المرمى وبالتالي نشاهد هذا الخط تحديدا هو أكثر من يتحمل الضغط وأكثر من يقوم بقطع الكرات ويحاول أن يشتت الكرات خارج من طقته وبالتالي هو يتحمل هذه النسبة الأكبر ولكن المنتخب السعودي اليوم قدم درسا للمنتخب الأرجنتيني يعني الذي دخل ربما مستخفا بالمنتخب السعودي قبل بداية هذه المباراة وبالتالي انقلبت عليه هذه الطاولة الذي طبعا كان نصرا كبيرا فرحت به كل الشعوب العربية ينتحدث فقط عن بيروت مثلا بعد نهاية هذه المباراة وكأن وكأن المنتخب اللبناني هو الذي فاز في مباراة يعني هذا يعني الشوق العربي للانتصارات يعني اليوم مثله المنتخب السعودي بهذا الانتصار الكبير والتاريخي على المنتخب الأرجنتيني ولكن طبعا هذه مباراة واحدة نريد أن نرى على ذلك كيف ستكون الأمور وهل ستكون هذه المباراة أو هذا الفوز هو فقط فوز واحد وبعد ذلك يتراجع المستوى نتمنى لا ولكن يعني لا أتفائل عادة بالأداء للمنتخبات العربية خاصة في المونديالات السابقة لم يقدموا أداء ربما باستثناء بعض المنتخبات في بطولات سابقة أعود إلى السؤال الأول طبعا الخطوط الدفاع هي التي تتحمل الخطوط لذلك أكثر من تشاهده في المنتخبات العربية الخطوط الدفاع لأنها دائما ما تعتمد أسلوبا يعني المنتخبات تدافع أمام المنتخبات الأخرى التي تبادر الهجوم على المنتخبات العربية طب وليس هذا هو الحال دائما لما يكون اللقاء عربي عربي ما بتمقاش الشكل دا يعني إيه تفسير يعني يختلف المستوى يعني عندما يكون هناك منتخبات عربية متشابهة بالمستوى نجد بأن هناك مباراة متكافئة هجمة بهجمة وبالتالي تصبح هذه المباراة ممتعة أكثر ولكن يعني هناك بعض المنتخبات العربية المتواضعة عندما تواجه منتخبات عربية كبيرة نجد نفس الأمر بأنها تتراجع وتستندير الدفاع وتحاول أن تخطف هدفا من خم من هجمة مرتدة ويكون الارتكاز أكثر على المنتخب الذي يكون هو متفوق بدنيا وفنيا وبكوكبة نجومه على المنتخبات الأخرى ولكن يعني أمام المنتخبات الأوروبية والأمريكية الجنوبية تختلف الحال ممكن أن نشاهد منتخبا عربيا يفوز بخمسية على منتخب عربي آخر ثم يخسر بخمسية من منتخب أوروبي أو منتخب أمريكي جنوبي آخر طيب أروح لكابتن ناصر كابتن ناصر طمنا على حال اللعب السعودي إذا كان لديك معلومات ياسر الشهراني لأنه الاستضام كان مع حارس زميل والحارس السعودي كان صعب جدا إلى أي مدى وصلت الحالة بتاعته إذا كان عندك معلومات أنا ما عنديش معلومات لكن المعلومات اللي عندي أنه هو نقل بطائرة خاصة أمر بها ولي العهد نقل مباشرة إلى إلى العلاج في الخارج وأعتقد أنه يعني إن شاء الله ممكن بكرة تصل تقارير عن حالة صحية لكن من المؤكد أن الحالة يعني تحتاج علاج طويل نسبيا لأن لو هو محتاج علاج بسيط كان يقع علاج في المعسكرة أو يقع علاج هنا في قطر خاصة أن قطر أصلا فيها مستشفى طب رياضي على أعلى مستوى هو مستشفى سبيتار وعايز أقول له حبيب معلومة أن يعني أكتر من مئة لعب يلعبوا في قاس العالم تم علاجهم في مستشفى سبيتار حتى من بينهم بيسي ومبابي ونمار ومجموعة كبيرة من اللعبين تم سواء علاج أو تأهيل رياضي في هذا المستشفى الكبير اللي قطر تمازد به كما تمازد بمنشآت رياضية أخرى يعني لكن المعلومة المؤكدة عندك أنه نقل بطائرة خاصة إلى دولة أجنبية للعلاج نقل دولة أنا ما عارفش نقل في أي مكان لكن أنا اللي أعرف أن هناك طائرة خاصة ممكن الموقع المزيرة نت كتب هذه المعلومة وأعتقد أنه يعني بكرة ممكن تصدر بعد الفحوصات الطبية يعني أنت لو تذكر ساد يوماني مثلا أول ما أصيب في المباراة لم يصدر تقرير الطبي إلا بعد أيام لأن يجب أن يخضع الفحوص يعني مثلا إصابة مدى الإصابة لكن من المؤكد أن الإصابة يعني يعني تغيبه عن المطولة لكن نتمنى أنها ما تكونش تغيبه ما بعد المطولة نتمنى ذلك يعني إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله لأن الخبطة أنا كنت بتابع شفت الخبطة كانت شديدة شوية كابتن مازلن هلا دايك معلومات عن ياسر الشهران أنا شفتك بتمتابع فأقول تجيز عندك معلومات يعني بحسب بأخر المعلومات أنه نقل بأمر من وليلعة السعود إلى ألمانيا تحديدا لأنه تعرض بحسب التقارير الأولية إلى إصابة في كسر هناك كسر في الفك هناك أيضا يعني أضرار تحديدا في منطقة الفك السفلي والأسنان وهذه الأمور بالطبيع انتهى مونديال ياسر الشهراني نتمنى له الشفاء العاجل سيكمل علاجه في الخارج بعد ذلك سيعود إلى المملكة العربية السعودية وهناك سيتابع رحلة علاج بالنسبة للمنطقة التي تعرض فيها طبعا نشاهد هنا الإصابة صعبة جدا 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 الحمد لله على السلام نقول له إن شاء الله يعني هذه إصابات تحدث أستاذ محمد أذكر إصابة أحد لعبي منتخب فرنسا في مونديال عام 82 إذا لسته مخطئا خرج الحارس الألماني وأيضا اقتحم أحد لعبي منتخب فرنسا أنهى له مسيرته القروية عند ذلك نتمنى أن تكون إصابة يعني ياسر الشهراني محدودة يتم العلاج سريعا وأن يعود إلى الملاعب ولكن مونديال ياسر الشهراني قد انتهى للأسف أنا لما شفت اللقطة وهي اللي كي ظهرت قدامنا على الشاشة من شوية وكمان مش بس كده لما شفت صور فوتوغرافية ليها للاستضام لو شفنا الصورة فوتوغرافية كانوا جايبينها أحد الوكالات الأنباء تفصيلية 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 شديدة القسوة يعني طبعا نعم عايز أقول أبوك بحاجة أن الإصابة بهذا الشكل يعني ممكن تطول مدة غيابها لمدة شهر لكنها لن تبعدوا عن الملاعب لأنها على المستوى الفت الفت وعالد هي المشكلة في المفاصل والركب والكاحل والفخد والحاجات دي طالما بعيدة عن المفاصل والمناطق اللي هي الحيوية إن شاء الله هي بس المشكلة أن الفت منطقة حساسة عنها فأي ضربة قوية فيها بتقسم فما بالك ضربة بالركبة يعني ضربة بالركبة حاجة قوية جدا في لعب كابت الناصر في لعب هذه الصورة كده وفي برضو زاوية تانية أقرب من كده دي الصورة للإستضام في زاوية تانية برضو يا علي أصعد أنا أقول في لعب المنضم حديثا هذا الموسم لفريق ليفربول اسمو دياز استضام بحرس المرمى أعتقد في مانشو منشستر سيتي في أحد إحدى الممارات نفس الإستضام ده بس كان بزاوية مختلفة وقام أنا افتكرت النمات خلاص لقيته قام كان في الرأس تقريبا على مصدر الرأس وقام الأمور طيبة هو مشكلة إن الفك بس منطقة حساسة وضعيفة فالجربة يعني هي دي سوري آسف يا كابتن ناصر هي دي هي دي فعلا اللقطة القريبة جدا اللي بتصور لحظة استضام العيسي تقريبا بالشهراني اللحظة دي قوتين مندفعتين بيلتقوا مع بعض في منطقة ضعيفة جدا اللي هي منطقة الفك عند كابتن ياسر الشهراني طب معلش يا كابتن ناصر سريعا كده كان في لعب عربي لابس ماسك النهاردة ان ما خانتنيش الزاكرة كان لابس حاجة على رأسه احد اللاعبين انا شفته لابس كده ماسك مسموح به مسموح به في كرة القدم بمواصفات معينة ان هو لا يؤذي اللاعب ولا يؤذي اللاعبين يمكن انه شفنا رودريجو رودريجر لعب ريال صحيح انتونيو رودريجر صحيح لعب عادي خالص طالما المسك لا يؤذي يعني ما يكونش صلب بشكل انه لو خبط في اللاعب تاني ولا يؤذي اللاعب نفسه مسموح به زي النظرات طبية حتى النظرات طبية أنا أنا واسي أنا للأسف وقت خلص بساعة سألك 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 كابتن ناصر اتلغت ثلاث أهداف تقريبا لفريل أرجنتين ما هو تقييمك كلهم في صيد ما هو تقييمك يا فن مش تقريبا هم فعلا ثلاث أعداف بس منهم واحد تسلل اتنين تسلل واحد آه كان ميسي واحد صح ثلاثة ميسي واحد وفي عدفين موردينيز الأعداف الأعداف سليمة والأعداف سليمة التسلل فيها تسليم يعني والفضل في كشف التسلل فيها يرجع لتقنية اسمها التسلل شبه الألية اللي طبقت في كأس العالم لأول مرة في التاريخ كأس العالم وجربت قبل كده في كأس العالم من قدية الأخير في الأمارات التقنية دي تقنية عالية المستوى بتكشف التسلل خلال السواني معكودة من خلال 12 كاميرا عالية الجودة أيضا مسبتة في سقف الملعب يعني سقف الملعب ده مش زينة بس اللي هي السكاي كان أيوة مزبوط 12 كاميرا موزعة بشكل معين بحيث أنها بترائد 29 نقطة بالنسبة للمهاجمين والمدافعين مع الكرة بتربطه مع الكرة إنه زي محرج عارف التسلل بيحتسب لحظة لمس الكرة من الزميل بيبدأ يتحسب التسلل فيه فبيتسع وعشرين وقت دول بيحدده من خلال خوارزميات ويجهز الكمبيوتر هل فيه تسلل ولا إنت لو شفت الجول الأول اللي تلعى المارتينيس في الديئة 27 هتلاقي الصورة جاية وهو فيه تقنية بيجيب الصورة حتى بس بيجيبها صورة تخيلية هتلاقي مارتينيس متسلل بالجزء ده من كتفه جزء بسيط جدا يعني يمكن الجزء ده لو لا التعديل اللي تطبق السنة دي بس ما كانش تحسن الجزء ده يعتبر يعتبر من الكتف مش من الصراع كان ممكن ما يحسبش التسلل ده ويحتسبه لكن التسلل احتسب عليه بجزء حتى يمكن من صمتي فدي منتهى الدقة يعني بعد كده أي تسلل يا كابت الناصر هيبقى مناش كلام فيه لأن الجهاز هو اللي زبطته أو الكاميرات هي اللي زبطته الكاميرات دي بتصبطها معلش هو ده يفسر معلش هو ده يفسر هدف لتونس اتلغى برضو للعب زلليحية اتلغى من هجمة مرتدة برضو بدعي الأفساد وإنه اللعب خده كرة من نص الملعب تقريبا وراح بيعي لحد الجون وسجلها وحكم الراية أو حامل الراية كان ساكت وفجأة لقنات حسب الأفساد أقول لحضرتك ليه في تعليمات للحكام المساعدين من 2018 الحقيقة مش من دلوقتي من كاسم للعالم 2018 من أول ما طبق نظام تقنية الفيديو المساعد شفت حضرتك اللعبة دي الخط الخط شفت من سن الحزاء بتاع مدفع السعودية لأن سن الحزاء ده يخط التسلم فشفت جزء بسيط جدا هو المتسلم لأن الجزء ده يقدر يسجل به هدف هتقول لي ادراعه كمان داخل في لا ادراعه ما لا واحتصابش لأن جوة ادراعه ما يقدرش يسجل به هدف فلا هي تدخل في التسلم فبالنسبة لل 2018 هناك تعليمات للحكام بعدم منفع حكام مساعدين بعدم منفع الراية الاعلان عن تسلم أي تسلم فيه شك ولا واحد في المية ما ترفعش الراية سيب اللعبة تكمل وبعدما تنتهي الهجمة إذا أصفرت عن هدف أو مثلا حاجة راكلة ركنية على الفريق المدافع يبقى من هنا ممكن ترفع وبعد كده نشوف الفار بقى نشوف الفار في السنة دي في كأس العالم 22-22 الموضوع زاد زاد عليه التسلم الشبه الآن فالتعليمات شددت على الحكام المساعدين أنت استنى خالص فيه قاعدة عندنا عشان كده نحن اسمها هوت انتظر وشوف دلوقتي انتظر بقى مش عشان أنت تشوف انتظر حتى يرى التغنية اللي تسلم شبه الآله دي وتشوف القرار ليه دا هم يقولك سماشي يعني عشان ما يقصرش على المهاجم اللي رايح ان انت ترفع الله وتربكه سيبوا يكمل هجمة وبعدين نشوف هل الهجمة دي تسلم فيها خطأ ولا مش تسلم فدي يمكن تعليمات هو دا هو دا انت فسرتي دلوقتي لماذا ترك حامل الرايا مهاجم تونس وصل من نص الملعب قطع من مشوار كله لحد الحارس وادخل الكرة في الشباك ثم فاجأ لقينا اتحسبت في صيد مع انت كحامل الرايا موجود ما قالش في صيد حضرتك حضرتك عندك حاجة ان بقيت مستفزة الحكام المساعدين بقى يبالغوا بقى يبالغوا في النتكور واضحة التسلم واضح جدا فتلاقيه هو برضو مستني وما يرفعش ودي خلت فيها حال التواكل دا لكينا النهاردة كنت فيها فيها حد اللقاءات في الجزيرة وقلت لهم قريبا ممكن حكام مساعد يتم الاستغناء عنه هنا مبقاش لي دور جديد بالضبط 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 طيب يعني في هذا في هذا الموضوع كابتن ناسي خلينا نروح لكابتن مازن ما هو تقييمك يا أستاذ مازن للهدف إكوادور في قطر واللي احتسب برضو تسلل رغمني الصورة بتقول اني هناك مدافع كان خلف الحارس أو يعني ما كانش فيه تسلل لا يعني لن أخوض كثيرا في الأمور الفنية بهذه النقطة ولكن بعد أن أظهرت الصورة يعني هذه الصورة الحكم الشبه آلي أو التقنية الآلية التي تعطيك صورة اللاعب أين كان عند تمرير الكرة في نحظة الأخيرة أوضحت بأن لاعب متخب الإكوادور كان في موقفا متسللا عندما ارتقى حارس قطر وبعد ذلك كان هو بقدمه متقدما وبالتالي يعني كانت هذه الأمور واضحة بأن هناك تسلل تقنية لم يعد هناك مجل النقاش في هذه النقطة عندما تقول هذه التقنية بأن هناك تسلل فهي واضحة طبعا كما نرى هنا يعني القدم اللاعب اليمنى هي داخل تسلل هو اشترك في اللعبة وبالتالي هناك تسلل طبعا هذه هي حالة لو لم يكن هناك هذه التقنية لكان اختصب الهدف وهناك كثير من الحالات كانت سيتم احتسابها لو لا وجود هذه التقنية اليوم في مباراة لأرجنتين لو لهذه التقنية ربما كان هناك هدفان من ثلاثة كان قد تم احتسابهم بشكل احتسابهما بشكل واضح وبالتالي هذه التقنية أعطت صورة أخرى عفوا الأستاذ محمد لو تلاحظ أيضا في المونديال أن عدد الأوقات الإضافية ارتفع يعني سننا نشاهد هناك 10 دقائق 11 دقيقة واضحة كل ثانية تضيع في المباراة سيتم إضافتها طبعا كنت تعلم قبل ذلك بأنها كانت تقريبية عند الحكم وطبعا ضيفك العزيز هو حكم ويعرف بهذه الأمور كان يعطي الحكم تقريبيا يعني في حل لوضع خمسة دقائق بالمجمل كان يعطي ثلاثة دقائق أربعة دقائق كنا نشاهد دقيقتان اليوم عند الاحتفال عند الهدف يقول كلنا حتى الاحتفال بالهدف أخذ دقيقة الاحتفال ستزاد هذه الدقيقة ليعطوا فترة أكثر للعب في أرض الملعب وهذه ظاهرة هل سيتم تطبيقها بعد ذلك في الدوريات سيتم اعتمادها لا نعلم هذا سيطيل أمد المباريات والأشواط أيضا أنا عندي سؤال أخير لكن خليل بكرة لحضراتكم بدخول بس بكرة لأن الوقت خلص عندي ولازم أقافل دلوقتي كابتن ناصر كابتن مازن إذا كان لنا عمر بكرة بدخول كل هذه التقنيات على كرة القدم ألا تساهم هذه التقنيات في إفساد متعة كرة القدم التي يعني جزء من الفعاليات البشرية فيها خطأ وفيها صواب وهذه المتعة أيضا دائما التعديلات تأتي على التقنيات تأتي على الكاميرات ولكن لا تأتي تعديلات على الحكم حتى الآن من 1800 هناك حكم ساحة واحد يجري طوال الماتش رايح جاي إلى الفريقين بينما كل أعضاء الملعب بيرتاحوا دقائق معدودة ثم يواصل نشاطه مع عدا حكم ألم يحن الوقت لوجود حكمين حكم النصر في هذا الملعب وحكم إلى آخر يعني لماذا التعديلات دائما تأتي في التكنولوجيا هل تفسد هذه التعديلات التكنولوجيا خلي الإجابة لدي بكرة إذا كان لنا عمر تحياتي للكابتن ناصر صادق الحكم الدولي السابق والنقد الرياضي بشكرك جدا تحياتي الأستاذ مازي النعيم الصحف الرياضي بشكرك جدا إلى أن شكرا إن شاء الله تصبح على خير الحقيقة أنه هنبقى إن شاء الله عندنا فقرة دائمة لمتابعة الماتشات والتعليق عليها خاصة الماتشات العربية والإفريقية الحلقة خلست وانطلت قليلا إلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة تصبحوا على وطن حر تصبحوا على خير مصر شكرا